موسيقى على أي حال القضية بتاعتنا النار ده نحن نتكلم فيها حيبقى الكلام عن الغزو الفضائي إحنا دائما بنسمع في إخارة الغزو الفضائي الأفلام اللي بتطلع الأفلام الخيال العلمي كلها علينا أن نربط ما بينما يخرج من الأفلام وبينما إيه اللي هو جاي لما طلع قبل 11 ستمبر قبل قوع البردين طلع في المين عن ضرب البردين دول بنفس اللي حصل طلعوا فتكتشف أنهم دائما هناك تمهيد لأشياء بيتتعمل لخاصة أن هليود مش بعيدة عن المسلونية هنا هي دخلة في الإطار وبالصرف عليها وحكاية كبيرة وطويلة للدن الغزو الفضائي وحقيقة والأبعاد التاريخية لي والأطباق الطائرة والحديثة دي كلها هي محور حلقة هذا اليوم إن شاء الله مع الدكتورة مايا صبحي تعالوا بقى نشوف أحوالنا النار ده الحقيقة يعني أنا ما عرفش يعني كل الكلام دلوقتي دعوة إلى الاستقرار ودعوة إلى التوحد ودعوة إلى الهدوء ودعوة إلى كل شيء في وسط هذه الدعوات كلها اللي بتتعمل وكل الناس بالوقتي وكل واحد نريد بقول إحنا تعبنا عايزين ندي فرصة بقى حتى للرئيس ويشتغل الناس تشتغل بقى في وسط ده كله تطلع فتوى من الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح الهيئة شرعية اسمها الحقوق والإصلاح يعني الهيئة دي أكيد مشهرة تحت هذا الاسم ما تقالش فيها الحقوق والإصلاح المسيحيين حرام اللي يقول المسيحيين كل سنة والطيبين حرام المشكلة من الهيئة دي اتفاضتها المهندس خيرة الشاطر ودكتور صفة الحجازي وشيخ ياسر برهامي يعني أسماء يعني لو كانت حد زي اللي اسمعناهم كده بيطلع يقول قتلنا في الجنة وقتلهم في النار حانقول يعني واحد بيقول أي حاجة إنما لما تطلع فتوى بعد ذا الكلام السؤال هنا بقى السؤال المهم هنا هل فعلا احنا عايزين نهدي البلد ولا عايزين نولحها لما تطلع فتوى زي دية هل النهاردة لما يبقى النهاردة بنعمل ده هل احنا بنهدي البلد وعشان ندي فرصة فعلا للرئيس عشان نشتغل ويعمل ولا احنا عملين نعمله ألغام قدامه ولا ايه المقصود بالزبط ايه المطلوب بالزبط وايه الفكرة بالزبط خاصة أن الدين الإسلامي القرآن القرآن ليس هنالك ذكر في مثل هذه الأمور السنة ليس هناك حديثة الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الكلام بل عكس احنا نتألأ وتأسينا بالرسول عليه الصلاة والسلام حلال جميلة جدا في هذا الموضوع طب ايه ليه بيطلع كده بتأمل ليه يعني والسؤال ده هنا النهاردة بنعمل هل احنا مش عايزين يعني هل المسألة غلطة وعدت هل المسألة في حالة بتضبر هل هو ضغط الشيء تاني ما حدش وقت باله ايه اللي بيحصل بس في الأول وفي الآخر احنا عمليين نمزع في جسد الوطن ما هو لما حبوا يقسموا السودان سابوا الحكومة بتاعت البشير ما كان الحكومة دي الانقلاب ده ممكن ما يحصلش يعني عشان بس نبقى فاهمين يعني سابوا تيلي بس اللي عارفين نحن تطبق الشريعة وعايز نتطبق الشريعة فين بقى في الجنوب لأن تطبيق الشريعة ده هيبقى هو ده المصمر الأخراني في نعش السودان الموحد السودان اللي احنا عارفينه لأن احنا دولتا حتطبق الشريعة فين بقى ما فيه إنسان وفيه عالم وكلام ده لما توصلت لغاية لما تعمل التصويت والاستفتاء واخدوا رأي الناس كلها وانقسم السودان بايه لما قلوا هنطبق الشريعة على المسيحيين هناك في البتاع ده وقطع ايدهم ومش عارفوا عمل ايه وكلام ده الكلام اللي ده أهل بلد تقسمت احنا النهاردة لما نيري نتكلم نقول للمصريين عمر المصريين عارفوا حال اسمها بقزمة مسيحي ومسلم هل احنا عارفنا نسعى نفسنا الاختراع ده مي اللي اخترعه وليه وليه دلوقتي ان احنا عمليين بنتكلم في ده خلصت كل حاجة عملنا بكل واحد مننا بدين وكده وعمل بالدين لو لو احنا عملنا بديننا محدش هقول الكلام ده لو عملنا بصحيح الدين محدش هقول كده لو خلصنا احنا كل حاجة يعني اتلاه ربنا سبحانه وتعالى مش نقص بقى دلوقتي نشوف بقى المسيحيين يقولون كل سلامتوا طيبين ولا مش كل سلامتوا مجريش سلامتوا عليكم مثلا ولا مش مش قادر افهم يعني ايه اللي بنعمله في ده الاغرب من ده كله بقى ان 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 موقع الاخوان اللي هو باللغة اللي باللغة الانجليزية قدم التهنئة للمسيحيين في العالم كلها الله يعني اسمع كلامك ولا اصدقك اشوف امورك يعني النهاردة على الشاشة هم بيهنوا المسيحيين في كل حتة هم هم مسيحيين بتعبر حاجة واحنا هنا حاجة تانية واللي احنا عايزين نقول اللي برا ان احنا بتوع الديمقراطية واحنا بتوع المساواة وبتاع كله وهنا نطلع عين اللي هنا يعني عايزة فبقين موضوع هل احنا بنساعد دلوقتي عشان خطر فعلا الفترة الخلافات الدين ننهيها بقى عشان البلد تقوم يعني الدعوة المقامة دلوقتي ونكون رئيس في خطاب والإنبياء الراحليفات وعتقد في الخطاب اللي جاي يوم السابت ان شاء الله في مجلس الشعب الخطاب كله كده احنا عايزين نتدعو البلد هو الخطاب اللي حتى في مجلس الشورة هيعقد في مجلس الشعب في قاعة مجلس الشعب الخطاب اللي جاي يوم السابت ان شاء الله يعني أنا بعتقف الخطاب ده كل واحد بيدعو لإستقرار دلوقتي كل الناس بتدعو لده ومتطع فتوى سيدين دلوقتي ليه يعني نرون ومراجعة او حد يفسر لنا واحنا برضو عارفين اللي حسن تكون فعلا حرام ونروح النار ماهل مروح النار حتب بكل سنة متطيب او مش كل سنة متطيب انما مش بسرقة ولا بكزب ولا بشتيمة ولا بالتدليس ولا بأي مصيبة سعودة تانية طلع ان هي كل سنة متطيب دي اللي بتود في دهية فقولولنا بس ربنا يخليكم لحسن نروح النار تقل الله المشكلة التانية اللي بأولودها دلوقتي مصارى برضو الحكاية الحكاية وزارة هل نشكل وزارة دلوقتي الوزارة وفقا للدستور فور انتهاء انتخاب مجلس الشعب الوزارة دي هتقدم استقلتها ورئيس الوزارة القادم الرئيس بيختاره وبيعرضه على المجلس والمجلس يوافق عليه ولمن وفقش يتعرض مرة تانية ولمن وفقش مرة تالتة بل المجلس اللي بيختار حدا كده يعني اذا كده الوزارة الابعية دي اللي بديدة اللي بنعملها دي هتقعد شهرين شهرين اتنين بس وبحكم الدستور هتمشي طب احنا بنغير ليه دلوقتي وعملين كلام والحدات دي وكل تغيير وكلامها اي وزير حيلي تاني في الفترة دي يعني اذا كان فيه واحد من قدم استقالته بتاع تبه الحكاية كده يبقى تعديل انما حنغير ليه لانه حنصدل مين اللي حقدر يحيهي للشغل في شهرين نعمل ايه اللهم اذا بقى كان الاختيار بتاع الناس اللي حتين لديدة حيبهم وهم ويتعرضوا على المجلس والنسوافق مثلا ممكن تبقى كده انما لو هي على فترة شهرين حيبقى ده نوع حيبقى صعب جدا على فكرة صعب جدا جدا القبول يعني احنا بنضيع وقت اقتر منتضيع نخلي الناس اللي شغلها بالا فترة وبعدين الناس عملت التامل حكومة ما عملتش تعمل ايه تعمل ايه فصل اللي بيحصل ده كله والله لو دبتوا حكومة من رؤساء العالم كلهم عدبت حكومة كده عدبت اوباما على 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 كل الرؤساء العالم البقيل اللي موجودين بتوع تمانية كبار والعشر الصغيرين والكلام ده عملت منه حكومة في مصر ما هتعمل حاجة حيبقى من حاجة زي والنهاردة لما تطلع له فتوى بيقوله ده ما تقولك اللي المسيحين كل سنطيب حراب بنتكلم على 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 شعب المصر عاملين نقاس منزع فيه مش كفاية خنقة الدستور واي الحليمة بيقول اليوم صدرت دعوة عن نمعية تسمي نفسها الشريعة والإصلاح تحرم تهنئة المسلم غير المسلم بعياده ودعني أقول بأي منطق صدرت هذه الدعوة ده وبيشرح لنا ليه المنطق هذه ليست فتوى إنما دعوة لأن الفتوى تصدر عن ذي علم وما لم يتوفر في هذه النمعية ثانيا أليس من حق الجار على جاره أن شاركه فرحته كما يشاركه مصائبه والأقباط لرننا في المنزل والعمل والحقول وفي السيارة والباس والقطار وغير ذلك في سرير المستشفى أليس جاري في الدفاع عن الوطن وقت الحرب وخلط ضد ما قلنا الهدف واحد ألم يهنئني أخي المسيح بعيد الفطر وعيد الأطحى ورمضان ومولد النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نسرع هذا العام بالقصد ويهنئ المسلم المسيح بعيد لضحض تلك الأفخار ووقت تلك الفتنة في مادها ونضي ذلك الرمح المسموم لنحر رميه أستاذ أبراهيم حليازي إلنا نحن وسائلون والله ما أنا عارف يا عم واقل إحنا رحيين فين واللي بحصل ده مش متفسر على فكرة يعني ليس له تفسير حد يعني بمنطق كده نقدر نفسره بيه يعني يا ريت حدي عشان خطر للناس بتزعلي الحد يقول لنا أي حد يقول لنا من زي المتوق العلم كده واللي حد يرد علينا حتى من الإخواننا العام الفتوى دي هتقول لنا إيه النظرية عايزين تمزعه مصر يعني وبعدين النهاردة دي بلدنا كلنا كلنا بلدنا كلنا فما تفتيش في حاجة تخرب البلد علينا كلنا يعني اللي عنده فتوى يحطها في زوره ويقفل زوره ويقفلوا خالص لأن دي بلدنا إذا فيها خير هيعود علينا كلنا إذا كان فيها الله ليقدر حاجة غلط هترجع علينا كلنا وأنتم ما بتمثلوش مصر بأي حق إن كنتوا تعملوا بإيه الحكاية إيه التمطيع دا كله إياك يكونوا يفاكرين أنتم مصر أنتم رزق من مصر زي أي حاجة تقولوا أنت عايز تقوله وهو عحد يتصور إنه أكثر إسلاما من أي حد تاني هو عحد ربنا اللي يعلم ده وربنا اللي حيبصل بنا في ده كله هو فيه إيه بقولك اطلع يا فاصل يا أميرة اطلع دكتور دكتورة مايا صبحي مساء الخير يا دكتورة مساء الخير إحنا هم شوفوا بعد عشر دقايق والموضوع نحن نهارده الغزو الفضائي حضرتك حتحطي السادة المشاهدين في لمحة بسيطة يقدروا يقرفوا منها إيه الحدوثة ديت نبتدي الأول بسم الله الرحمن الرحيم وسهلت السلامة سيدنا خطر مرسين سيد محمد الوالي وصحب أجمعين النقطة اللي أنا عايز أقولها في بداية الكلام إن أنا عارفة كويس أول إن الموضوع ده صادم بالنسبة للمعندوش فكرة وللأسف إن إحنا تعودنا وخاصة يعني مش في الدول العربية في مصر بالأخص لأن الدول العربية بقت أكثر يعني تقبلاً للموضوع والدليل إن السعودية نفسها عملت مؤتمر للفضاء من حوالي سنة ونص وده بعد ظهور سرب من الأطباق طائرة عند برج السعى اللي هو في مكة وقعد فترة كبيرة والموضوع ده واتمنتشر في يوتيوب والمؤتمر اللي اتعامل حضر علماء كبار من العالم ومن العالم العربي يعني من العالم الغربي والعالم العربي علماء معروفين وحضر فيهم علماء كبار جداً من الوطن العربي وكان من ضمن برضو منقلقى محاضرات بس هي المشكلة طبعاً أنا مش جايبة لإن كل محاضرة فيهم تزيد عن الساعة لأنه المؤتمر قعد حوالي ثلاثة يام لكن بسهولة ممكن يعني جميع الرافضين أو جميع المتشككين يطلعوا أولاً على هذا المؤتمر لأنه كان فيه كلام مهم جداً المشكلة النقطة اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة نقطة في غاية الأهمية وبداية أنا أقول للناس اللي هي يعني هيحصل لها صدمة من الموضوع أو عدم تقبل أو رفض أو كذا أنا عارفة كويس جداً يعني أولاً أنا في الموضوع ده من زمان جداً وأقول للناس اللي هي بتبعت مثلاً أسئلة زي الأسئلة اللي جات على موقع البرنامج أن إزاي أنت بتتكلم في الحاجات دي وما تأذتيش أنا يعني خلينا دلوقتي خلينا في الموضوع يعني النقطة لا النقطة اللي أنا عايزة أتكلم فيها أنا في الموضوع ده من زمان قوي أوكي مش بشخصي وده عشان الأذى اللي بيتأذى اللي بيفتح الملفات دي أنا عايزة أقول أنا في الحلقات اللي فاتت عن حاجات كتير جداً وممكن أفتح برضو آلاف المواضيع لكن أنا مهم جداً أنا أفتح الموضوع ده طيب أنه قد يشك أن يكون قريب والناس ما تعرفش عنه حاجة فعايزة السادة المشاهدين اللي ما عندهمش فكرة أطلب منهم يعني عندهمش فكرة عن هذا الموضوع آه ما عندهمش فكرة يعني يعني فيه ناس كتير عندها فكرة مسبقة لكن فيه الغالبية ما تعرفش ما عندهش معلومات في هذا الموضوع طيب إلا من خلال الأفلام ومن خلال ما قد خيال الألم خيال الأفلام وبعض الأخبار عن ظهور الأطباق الطائرة والموضوع ده فأنا بس يعني دي كلام مهم في الأول أن أنا عايزة نبه الناس أن الملفين اللي بيتأذي اللي بيفتحهم هو ملف الفضاء وخاصة بعد يعني لو حد عد حدود حمرة معينة وملف التهجيم والملفين دول إن شاء الله نفتحهم ملف الفضاء اشتغل فيه يعني أنتم يكون محصلة نفسك وانا اللي روحوا في الكازوز أنا مثلا هتفتحهم إيه طيبة ده بيتأذوا يعني دول الملفين الأسسين اللي تمت فيهم أذى تم فيهم اقتلات لا أنا عايزة نبه الناس لحاجة أني فيه أشخاص قاعدة على النت وإحنا عارفينهم قويس جدا والأشخاص دي أقل حاجة بيعملوها أن هم يسفهوا اللي بيفتح الموضوع ده وتيسفهوا بأي طريقة دعوه أنه هو إيه التخريب ده إيه الجنن دا إيه اللي مش عارفة إيه فأنا عايزة الناس تعرف أن الأشخاص اللي يابت صر على كده غالبيتهم مش عن طريق عشوائي وإحنا عارفينهم كويس جدا غالبيتهم مش عن طريق عشوائي أنهم أي حد بيفتح بيتعرضوا خاصة لو حد يتعرض لهم بتخصص مش بتخريفه ومش بإصارة شائعات بيتم التنكيل به ده يعني أول درجات يعني أبسط درجات الأزم تنكيل به وعشان كده فيه علماء في العالم يعني فيه علماء طبعا في الغرب تحده المواضيع ونشروا حاجات كتير من ضمنهم مثل ديفيد آيكا فيه كتاب رهيب جدا ممكن يغير فكر البشر كلهم اسمه السر الكبير أو السر الأعظم ومعظم اللي دخلوا في المجال ده عارفين الكتاب ده كويس وعارفين اللي فيه فيه علماء في الخارج كتير جدا حذروا من الغزو الفضائي وهواريهم كمان أنه فيه معايا مثلا عالم كبير جدا وفائز بجيزة نوبل وحذر العالم أن أمريكا بتعد لخديعة جزو الفضائي ويا جماعة الكلام ده مهم جدا وهنقول مهم ليه لكن فيه علماء عرب اشتغلوا في الموضوع ده بتخصص وبطريقة رائعة على سبيل المثال منهم دكتورنا الكبير قوي العظيم الدكتور رقوف عبيد الدكتور علاء الحلبي الدكتور هشام عبد الحميد الدكتور عبد الحكيم منصور وغيرهم 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 الناس دي عملت كتب متخصصة وترجمت واحنا ترجمنا حاجات كتير وقعدنا نحاول نفاهم في الناس لكن للأسف يعني مش عايزة أقول لا يجرؤ أو يعني الوضع العام لا يسمح أن أحد يطلع عالميا يتكلم فيه نتيجة لأنه عارف ردود الفعل كويس ويخشى التبعات اللي ممكن تحصل فيها تبعات أذى غير مدركة أو غير متوقعة أو غير معلوم حسابات فعشان كده أنا عايزة أقول للناس يا جماعة لو سمحتوا تاخدوا الموضوع ده بأهمية وبدون تنكيل وبدون رفض والموضوع ده إن شاء الله هنفتح كل أدلته العلمية وكل أدلته الدنيا من قرآن الكريم ومن الحديث الشريف ومن أقوال التابعين ومن علماء المسلمين هنفتح أدلته هنتناقش فيه بس لو سمحتوا بداية تحرروا تفكركم أنه محدش يجي يقول مش عارف أرى كتاب كذا ملتزم بيه أو الشيخ فلن قال كذا وبتاع مع احترامي للجميع مع احترامي للجميع لما ربنا سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون أهل الذكر كلهم فيه تخصصه كلهم فيه تخصصه مع الاحترام للجميع ويا حبازة لو كان اللي هو واخد في اتجاه علمي أو اتجاه علمي بحسي مدلل يكون مرتبط بالقواعد الدينية لا تختلف مع القرآن والسنة وحديث القرآن والسنة فبداية الموضوع ده يمتد طبعا جدوره لألاف السنين فيما سبق ومرتبط بالحضرات القديمة لكن أنا مهم جدا أن أنا أبتدي من مرحلة معينة هي الهم وبعدين نبتدي نرجع بقى للحضرات القديمة بس مهم الناس الأول تفهم إيه الموضوع يعني عشان ده السؤال اللي سألته من ربع ساعة بالزبع وانت بقاليك ربع ساعة بتتكلم في موضوع التاني أنا بنبهي الناس عشان نقول بقى فالنقطة أن أنا عايزة أبتدي لهم من فترة في بداية القرن التسعة عشر من ألمانيا وقبل ظهور النازية أنه كان فيه طبقات من اللي هي الطبقة البافرية العليا اللي هي كانت لها أصلا أصول في الماسونية هنتكلم عليها بس أهم حاجة الطبقة البافرية دي كانت مجتنعة أن أصولها من أصول تسمى آرية والجنس الآري ده هنتكلم عنه أن الجنس الآري ده جنس جوف أرضي وهنفتح بعد كده بعد ما نتكلم عنهم موضوع أرضنا المجوفة وموضوع أجناس جوف الأرض وما حقيقاتها بالتفصيل النقطة أن مجموعة طبقة البافرية دي كونت مجموعة زاد طابع عنصري شيطاني يعني هي كانت هي أساسة من عبدة الشيطان بس كونت مجموعة سمتها مجموعة فريل مجموعة فريل بتاعت الأعلام والمشاهير بحيث أن هم يكونوا وحدة وحدة تستطيع أن تتجلب أو تستطيع أن هي تنمو للتجلب على العالم فيما بعد بأمور وسطتها أمور أمور وسطت لها أمور اللي هي وسطت لها الطبقة دي بترجع أصولها للقرن السبع عشر تتبعوا حاجات مهمة جدا خلال بعثاتهم وكان في علماء لهم بعثات وكانت تتبعوا أن فيه أثار لكائنات أكثر منها تطورا وخاصة أنه كان فيه أصلا مركبة فضائية وجدوها في القرن السبع عشر بالتحديد في عام ألف سبعمية واثناشر في منطقة في منطقة اللي هي تسمى دلوقتي أفغانستين في أسيا فلقوا مركبة فضائية قديمة وهم ما كانوش يعرفوا دي إيه طبعا وبعدين لقوا بعض أثار ولقوا حاجات في أفريقيا المهمة الطبقة دي قاعدت تتتبع المشاهدات دي وفي نفس الوقت قاعدت تحاول توصل لمين أصحاب الحضارات دي وكيفية الوصول لهم وكيفية الاستعاناة بهم ويعتبر أنه دول طبقة أرقى من البشر النقطة أن فيه يعني هم عندهم قناعة أن يولد غير الإنسان أيوة حضارة الأخرى غير الحضارة الإنسانية موجودة أيوة وبدوروا عليها وأن الحضارة دي أكثر تقدمت وهم لهم علاقة بصورة الأخرى بالشيطان في عبادة الشيطان أو بتألم علاقة في هذه السجة مهم أنه هو باختصار عبر قرنين حاولوا بشتى طرق أنه هم يوصلوا لإيه نوعية الحضارة دي لغاية ما وصلوا في بدايات القرن 19 يعني خاصة في بداية سنة من 1912 واثنين لألف 1913 وصلوا للاتصالات والاتصالات دي كان لها تقوس بتتم في قلعة فرال التقوس دي كانت يعني تقوس معينة أخدوها كثير منها تقوس شيطانية وكان بيتم فيها يعني والحاجات دي على فكرة جماعة موسقة وكان بيتم فيها أطحيات وكانت الأطحية من الأطفال وبتقتل بطريقة معينة في الصدر المهم أن هما توصلوا لأن هما يعملوا اتصالات معا كائنات جوف أرضية والموضوع كائنات الجوف أرضية هنفتحه بالتفصيل ابتدى الموضوع دي يتدرج لغاية ما وصلوا لنوعية الكائنات اللي احنا هنتكلم عليها اللي هي ما يدعى بالجريز أو الرماديين ونعرف مين هما الرماديين دول بالزبط الرماديين هما اللي حاولوا لما لقوا الطبقة البفري دي مجتمع حاولوا أنه هما بعد الاتصالات اللي حصلت وهنشوف على فكرة كل وسائق ديت وكل الخرائط وكل التقنيات اللي بعد كده خدوها بالمساعدة مع هما الجريز أو رماديين وهنعرف مين هما الجريز أو رماديين بس نقطة أن المجموعة ديت أسست ما يسمى بعد كده بالنازية وتم اختيار هتلر على فكرة بناء على طقوس برضو ما كانش اختيار مثلا عشوائي تم اختيار هتلر والتعاون اللي تم بين الرماديين وبين المجموعة البافرية دي أو مجموعة فرال تم بناء على أن هما يملكوا سلطة العالم أو يستولع العالم من خلال ألمانيا المهم ابتدى بعد كده كلام ده طبعا أنا عارفة يعني أنا قلت الكلام ده في البداية الكلام ده ممكن يعتبر صادم بالنسبة للناس بس الكلام ده هو الحقيقة الحقيقة اللي عمليت عن الناس ونشوف يلا بس عشان ما تعيش الكلام تلاتة وتلاتين الف تسعمائة تلاتة وتلاتين ابتدت ألمانيا تنفذ كثير من التقنيات اللي تم تبدلها مع الجريش دول أو رمضيين كان من ضمنها أو كان من نتائجها أن ألمانيا سبقت العالم في الفترة دي بما يعادل مئة سنة قدام يعني وصلوا لنظام صاروخي متطور وصلوا حتى طائرات بدون طيار على فكرة كاتلدى ألمانيا وهناعرف ليه تم الحجب على الحاجات دي وصلوا بقى تدرجوا 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 لغاية ما وصلوا لتقنية الأطباق الطائرة من الكائنات دي واللي اشتغل على المشروع ده علماء كبار عظماء كان منهم علم كبير جدا اسمه فيكتور شوبرجر فيكتور شوبرجر قعد فترة طويلة عشان يفهم إيه تقنية الأطباق الطائرة وتقنية الأطباق الطائرة مش حاجة يعني اللي هي مستحيلة أو كده هي مجرد معرفة فكرة إزاي أن أنت مع الحجم دوت يعني نوعية التركيب نفسه نوعية المعادل نوعية الموتور نفسه والموتور دلوقتي إحنا يعني بعد طبعا ما ظهرت الوسائق دي والحاجات الجديدة اللي هنتكلم عليها الموضوع بسيط جدا موضوع مش مستحيل لكن هي تقنية تعتمد على الأفكار ليه؟ على الفكرة نفسها الفكرة نفسها في تكوين في تكوين محرك الطبق الطائر وكيف يستطيع هذا الطبق الطائر أنه هو يصير بسرعة مثلا تتعدى 3000 كيلو في الثانية وأن ما يحصل 3000 كيلو في الثانية يعني إيه؟ أيوة في الثانية؟ أيوة الأطباق الطائرة بتتعدى السرعة ديت زاد أن هي هنفصل كل كلام ده زاد أن هي تقنية التخفي زي بتاعة الأطباق الطائرة طبعا إحنا بالنسبة مثلا عندنا مشكلة في طائراتنا النفسة اللي هو العزم مثلا الخارجي مع العزم الداخلي اللي هو بيمثل أو بيبقى بيدلل عليه بالجي مثلا مثلا طائرات النفسة الحربية بتعاني من المشكلة ديت أنه إحنا عندنا فرق مثلا كل موديل عن التاني اللي هو مثلا ده بيستحمل غد جي فور ده بيستحمل غد جي سيكس اللي هي العزم الداخلي على جسم الطائرة لأنك لما تطير بسرعة ضغط بالنسبة فالضغط مع الجسم ممكن أنه هو لو ما فيش حسابات يدي دي تقوم من فجرة الطائرة من جوا فطبعا طبق طائر بيطير بالسرعة دي لازم يكون فيه حسابات للموتور حسابات للعزم حسابات لخامة الطبق الطائر نفسه وللشكل بتاعه بالزبط الموتور بتاعه عشان كده احنا المرة اللي فاتت لما بتدينا بكلام على الطاقة وبتدينا نتكلم على طاقة الفورتكس اللي هي طاقة دوامية الأطباق الطائرة بتعتمد على طاقة الفورتكس أو طاقة دوامية اللي هي بتعمل دوامة ودي تعتمد على الفكرة ما تعتمدش على التقنية الحديثة عشان كده هي موجودة من زمين بتعتمد على طاقة الدوامية أو طاقة الفورتكس ودي بتضد القوة الجسم الأرضي بيستخدم فيها برضو حاجة زي سواء الممغنطة وسواء الممغنطة على فكرة أنا شرحت يعني ممكن أجيب شرحها بالكامل وإزاي بتتعمل فدي طبعا سواء الممغنطة ممكن تلغي حاجات كتير جدا جوه الموتور الجسم بتاعها في أجزاء من معادن هنتكلم عليها وفي أجزاء معمولة من الماغنيسيوم النقي الماغنيسيوم النقي لا يوجد بوافرة في سطح الأرض لكن هو فيه برضو فيه في الطبقات الداخلية موجود بوافرة ويشمل خصائص معين المهم اللي أنا عايز أقوله إن فيكتور شوبرجر كان من كبار العلماء اللي اشتغلت على تقنية الأطباق الطائرة وتم تصنيع الأطباق الطائرة بالفعل يعني معنى نشتغل إنه قابل للناس دي أيوة مهمة المجميع دي تعاملت خلاص رسميا مع الحكومة النازية وتعاملت مع هتلر وممكن ممكن نجيب مثلا الصور بتاعة هتلر والكائنات الفضائية لأنه هم بعد ما عملوا اتفاقيات معهم أخذ مثلا صور هتلر لأنه هم استضافوهم كمين في قاعدة نورمان العسكرية أيوة دول الجريس دول هنتكلم عليهم كمان شوي بس المهم أنه هم استضافوهم في قاعدة نورمان العسكرية وده كان احتفال موثق في قاعدة نورمان العسكرية وتعاملوا معاهم بصورة رسمية وأخذوا منهم تقنيات في سبيل بعض المصالح اللي احنا برضو هنتكلم على إيه اللي كان التبادل بتاعه دي صور حقيقية على الفكر مش معمولة في فوتوشوب دي صور حقيقية مش معمولة في فوتوشوب هم تعاملوا مع الجريس أخذوا منهم تقنيات كتير زي تقنيات الصواريخ وكان بدايات على فكرة التقنيات النووية ألمانيا صنعت الأطباق الطائرة وكان من أحد أهم الأنواع اللي صنعتها ألمانيا نوعين اسمهم فيرال وقرينا الصورة الأولانية خالص بقيا القابلة دي هم دولة فيه كمان صورة هنيبو وفريل كان فيه فريل وان وفريل تو كان فيه كذا موديل من فريل دي الأطباق دي ما أخذوهاش منهم دي ألمانيا صنعتها صنعتها قبل نهاية الحرب العالمية التانية مرحيوش يستخدموها وهنشوف يعني أنا نفسي إيه إن إحنا بعد ما نخلص يعني أنا عايزة أشرح للناس المواضيع وبعدين هنشوف فيديوهات بقى فيها كل الوسائق هنشوف استخدام الأطباق النازية في نهاية الحرب العالمية التانية وعلى فكرة دي كمان موثقة بمقالات المقالات الأمريكية الرسمية إنه هم استخدموه حتى كانوا مسمينها إن هي آلة حربية كأنها كرات من النار إنهم ما كنوش يعرفوا يعني هي أطباق طائرة ألمانيا استخدمت الأطباق الطائرة في نهاية الحرب العالمية التانية بس كانت لسه في حيز تجريب لكن هنشوف بقى فيديوهات عن البرنامج السري للرايخ السالس وهتلر والقواعد اللي اتعاملت والبرنامج الفضاء بالكامل شامل الصواريخ وشامل نوعية القنابل اللي ألمانيا وصلت لها وشامل الوسائق العلمية والتصميمات الكاملة بتاعت محركات الأطباق وكل إثبات المهم كانت الأطباق النازية يعني استخدمت كاستخدام تجريبي في نهاية الحرب العالمية التانية وقبل انهزام ألمانيا ما كانتش لسه استخدمت كآلة دفاعية بالقدر الكافي لكن اللي حصل إن ألمانيا تهزمت أول حاجة عملتها حكومات الحلفاء وبقيادة أمريكا بالذات وروسيا بالذات نهم راهو واخدين كل ده بعد هزيمة ألمانيا آه بعد هزيمة ألمانيا أول حاجة عملوها هو أخد كل ما يتعلق بالبرنامج السري الفضائي النازي وتعاملت عملية عسكرية مشتركة بين أمريكا وبين المخابرات الروسية اسمها بيبر كليب العملية دي كانت بتتبع لأن البرنامج الفضائي النازي ده كان شغال فيه يعني كم من العلماء طبعا على قمتهم علماء معينين منهم زي ما قلنا فيكتور ريشبرجر وبس تحتي ألف من العملين عملية بيبر كليب دي كان من أحد العملية اللي وظف فيها الآلاف من المخابرات تبعين المخابرات الأمريكية ومخابرات الروسية بتتبعوا كل من عمل في 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 البرنامج الفضائي الألماني وأخدوا يعني كانوا بياخدوهم بالعافية لدرجة أنهم يعني يعني فيكتور ريشبرجر ما كانش موافق أعطاء معهم وتم خطفه وتم عزله كمان أخدوا الآلاف من العلماء ومن كان يهرب منهم كان يقتل أخدوهم على أمريكا أمريكا كان عندها منطقة تجارب في صحراء نيفيدا اللي هي سميت بقى اللي هنتكلم عليها اللي هي المنطقة 51 لكن دي كانت للأول كانت منطقة تجارب وكانت يجرى فيها لبدايات تجارب القنابل والقنابل عنكودية وقنابل نوية بتاعها عملوا فيها قاعدة كبرى جدا تحت الأرض القاعدة الكبيرة بقى اللي عملوه تحت الأرض في المنطقة 51 دي كانت بداية بقى القواعد احنا نتكلم لسه عن قواعد الجوفة الأرضية وكده خدوا بقى ألم وكل ما يتعلق بالبرنامج الفضائي الألماني وعلمائه وأكبروا الناس دي أنه يتعامل معهم وكانت تحت إشراف يعني دخلوا معهم عملوا بقى اتفاقية كمان فيما بينهم أن مخابرات الدول الكبرى اللي هي كانت تمثل دول الحلفاء وخاصة أمريكا بريطانيا أمريكا بريطانيا بروسيا دي المنطقة 51 بس لسه هنتكلم شوية جمعة شوية على 51 يعني هذه منطقة 51 كمان الدليل على النهاية يعني إحنا نقول بعد كده زي المنطقة دي التبع المين عشان الناس اللي هي بتنكر أن المسيخ الدجل حر وأنه يقود لحكومة العالم الخافي يعني نتكلم في الموضوع ده عشان من الأخبطش الناس مو من نهاية راحت العملية دي جمعة كل ما هو متعلق بهذا الأمر وكل العلماء المتعلقين به وأخدتهم على قاعدة سرية أنشأت خصيصا لهذا الموضوع في المنطقة 51 في جوف الأرض يعني عملوا قاعدة كبيرة لم يكن في الم ده ودخل في جوف الأرض عملوا جيش كامل تحت كمان قد مخابرات الروسية والمخابرات الأمريكية وزي ما قلنا قوات الحلفاء عملوا تعهد أن هذا الموضوع يخفى تماما على العالم لحين الوصول لأساسياته وإيه اللي وراه وكذا 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 كانوا عايزين يعرفوا إزاي ألمانيا وصلت لهذا التطور وما هي يعني الخرائط وما هي التعامل مع هذه الكائنات وإيه هي الكائنات دي وكيفية التعامل معها والكلام ده مثل يعني معضلة جبيرة جدا فتم إخفاء هذا عن العالم هذا الأمر عن العالم عمدا أنه تم أخذ الوصائب دي خبوا عنهم خبوا الحاجات دي ولا حد عرف بالعالم حال عن دي كانت الأمور دي نكمل بعد الفصل آه أوكي دكتورة مايا في الربع ساعة تلت ساعة اللي فاتت كانت بتتكلم من حدوثة الحالات الفضائيات دي من قرل السبعتاشر 1712 في أول قرل السبعتاشر إنما أكتر ناس بدأوا يتحركوا عن هالألمان واللي هي مجموعة سمت نفسها فريل ودي كان على اتصال بقى كعبد الشيطان وحاجات دي كلها وصلوا لغاية ما وصلنا في أولي التلاتينيات كان تقريبا الألمان على اتصال بالعالم ده اللي هم الرمضين ده عالم عالم آخر غير الإنسان وتوصلوا لي وفي حاجات كتير ويوريت لنا صور لهتلر ويوريت لنا صور عايز أقول لحضراتكم دكتورة مايا القضية معلومات كثيرة جدا وعندها فيديوهات كل كلمة بتقولها في فيديو وصورة وصيقة بتأكد عليها هنستحمل بعض ونقعد يعني هنستناها إنما هي كل كلمة هتقولها هتدلل عليها نكمل بقى نكمل الموضوع وبرضو أنا بأكد على حضراتك هو مش فيديو واحد يعني هي الأسف هي مليون أنا ممكن كمان هتديهم قناة كاملة على فيديوهات بيتم رفعهم على اليوتيوب هتديهم قناة كاملة فيها متين فيديو مدلل على كل الكلام اللي احنا بنتكلم عليه ومواثق مش يعني هنقدر ندي هنزلهم في الفاصل تكتبيه ونخليهم يطلعوا على وفي نفس الوقت يعني إحنا عشان الناس ما تفصلش من القصة تفهم إيه القصة فأنا أحاول نحن نتكلم ونشوف مع بعض الصور عشان الناس تكون الفكرة العامة وبعد كده إن شاء الله على كل اللي قلناه هنشوف فيديو لأن كل فيديو عايز الواحد يقول أهو كذا 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 فعايزين الناس تاخد الفكرة عشان ما اضعش خطرا النهاردة اللي حضرتك هتقولي كلمتين هتشترح إزاي الألمان وإزاي دخلوا في هذا المشروع لسه في تفاصيل مهم طيب تقولي تفاصيل بس كل دقتين ثلاثة الرسائل بتبين لي وما أنا الترمومتر عند الرسائل هما الغدواتي ناس إيه ما قلقنا فإحنا عايزين نقول للناس صدقونا أدهو هو غير صدقونا بس إن يا جماعة إحنا يعني معلش برضو بأكد تاني الموضوع ده ما بيتفتحش لمجرد الإصارة أو فتح موضوع مسير أو فتح موضوع نقولي الحقيقة كذا موضوع ده بيتفتح عشان حاجة مهمة جدا 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 إن الموضوع خديعة الغزو الفضائي اللي هنتكلم عليه وعلى كيفيتها كانت معد إنها تبتدي في 21 ديسمبر والواحد ما كانش عايز يتكلم في الموضوع ده أو يصطبق الكلام في الموضوع ده واحتمال تظهر في الفترة اللي جاية احتمال تكون قريبة واحتمال الجدوى للزمن بتاعها تأجل لأن أنا عايز أقول للناس إن موضوع 21 ديسمبر وخديعة نهاية العالم والكلام ده فيه أجهزة كاملة قاعدة اسمها أجهزة مراقبة الوعي الجمعي ودي أجهزة متخصصة وهم عشان كده بيعملوا منوبليشن للناس أو تلاعب بالأفكار عشان بيدرسوا ردود الأفعال ردود الأفعال دي على مستوى العالم بترصد وبتدرس ومحطوط لها جيش من المتخصصين خديعة الغزو الفضائي كان معد إنها تبتدي من 21 ديسمبر جدوالها الزمني اتأخر لكن ما عادش فيه وقت إن الناس تنكر ما عادش فيه وقت الناس ما تصدقش وده موضوع في غاية الأهمية ليس للعلم بالشيء لكن نحن عشان الموضوع ده احتمالنا تعرض له ويعتمد على عدم علم الناس به والخديعة اللي هتتم عن الناس فالموضوع ده ليس موضوع من الخيال العلمي ولا كده مهم نكمل بعد ما هم أخذوا كل التقنيات الألمانية وعولماء ألمانيا وكل الملفات الخاصة بالموضوع كل الأوراق كل حاجة أخذوا على القاعدة 51 المنطقة 51 اللي هتعملت فيها منطقة جوفة أرضية أو قاعدة سرية تحت الأرض في نفس هذه الفترة اللي هو كانت في نهاية يعني في نهاية أو في سنة 45 اللي هي نهاية الحرب العالمية الثانية لأو في الوسائق من أحد الأوراق اللي خدوها خرائط تدل يعني أنا ممكن أطلب اللي هو من ملف هتلر والكائنات اللي هي الخريطة اللي كانت بتاعت هتلر للعالم الجو في أرضي أطلب الصورة اللي هي بتاعت من ملف هتلر يلا ماشي ماشي على ما يدوروا عليه لقوا الخريطة ديت وفي غيرها كمان خرائط بتدل على أن إزاي الأطباق الطائرة ديت يعني هم ما كانوش فاهمين يعني إيه إن دي الكرة الأرضية وإزاي أني بيتم دخول أطباق طائرة من فتحات معينة والخريطة دي كانت مكتوبة بلغة غريبة جدا بعد طبعا علماء اللغة وبعد كده لو أن اللغة دي قريبة جدا من اللغة اللي هي تسمى لغة سانس سانس كريتية اللغة دي من أقدم اللغات على الأرض ويعتقد أنها لغة العالم الآخر أو مثلا الجن أو الكذا أو الكذا أو الكذا وهنتكلم طبعا عن الكائنات الخريطة اللي هي قبل كده اللي هي بتاعة جو في الأرض أيوها الخريطة دي خريطة دي طبعا يعني كانت مهمة معلش نخلي الخريطة دي شوي الخريطة دي كانت مهمة جدا في وصائق هتلر لأنهم كانوا عايزين يعرفوا كيف كيفية التعامل مع هذه الكائنات وإزاي هتلر أخذ منهم هزي التقنيات وإيه وجه التعاون وإيه وجه كذا ويعني إيه الخريطة دي والعالم المجهول تماما عنهم ده المهم كان فيه جنرال أدميرال سوري معروف جدا اسمه ريتشارد بيرد ريتشارد بيرد دوت كان أدميرال في السلاح الجوي الأمريكي الأدميرال دوت كان حقق ميداليات لأنه هو عمل اكتشافات في القطب الجنوبي مهمة جدا كان أول من طار فوق القطب الجنوبي وسجل وعمل خرايط وكذا وكذا وكان من أحد الحاجات اللي سجلها ريتشارد بيرد أنه لقى فتحة عجيبة جدا في القطب الجنوبي ما قدرش نواطير يعني لمنتصف المنطقة ويستكشفها بس لقى فتحة عجيبة جدا في القطب الجنوبي فتحة في الأرض نفسها عميقة جدا يعني تطور فتحة مش مش شايف إيه جوا فيها وإن هي كان في الأوقات الليلية بيظهر من الفتحة دي حاجة اسمها شفق غاز أو حاجة زي إضاءة هو سموها الأورورة فيما بعد فالموضاء ده كان غريب جدا مواما أنه سجل ملاحظات كتير وكذا فجات أمريكا بعد اللي عملته مع ألمانيا والقاعدة اللي عملتها راحت موكلة الأدميرال ده الأدميرال ريتشارد بيرد ابتدت عملت مشروع كبير جدا اسمه المشروع الأحمر المشروع الأحمر ده كان يتخلله عمليات محددة يعني مشروع كبير كان عايز يكتشف إيه العالم دوت وهل إحنا فعلا أرضنا جوفاء وهل في مدن جوفة أرضية وإيه طبيعة الكائنات ديت وإيه اللي ممكن نعرفه عنهم وإيه موضوع ده ريتشارد بيرد المهمة النهية يعني حصل توكيل لريتشارد بيرد وتوضع معي ستة ألاف من الأسلحة المختلفة لدى أمريكا عشان حاجتين مهمين بدايتهم إنهم ملقوا إن بعض الفيالك من أتباع الجيش النازي وكده اتجهت يعني هربت لقارة أنتارتك اللي هي القطب الجنوبي وما كونش عارفين ليه فبعد ما شافوا الخرايط دي يعرفوا إن في حاجة ناس دي بتهرب لمنطقة محددة لدرجة إن فيه وصائق بتثبت إن اللي تم عدمه ده مش هتلر بس أنا مش عايزة أفتح الموضوع ده لإن هتلر برضو هرب مع الصف وبطوعه للقطب الجنوبي لفتح القطب الجنوبي أنا مش عايزة أفتح الموضوع ده شبيه لي هتلر عشان منظرهم أمام العالم لأنهم ما كنوش فاهمين إيه الموضوع دوت لايك ما يفهموه بهم إن هما بعتوا ريتشارد بيرد مع ستة لاف من القوات العسكرية لضرب أولا بعتوه في عملية لضرب الفيالق اللي هي بتهرب لقرة أنتارتكيا اللي هم ما كنوش عارفين ليه هم بيهربوا لهنك وإيه حكاية الدخول من فتح الجوف الأرض دي وما كانوش لسه فاهمين الموضوع فابتدوا إن هم ما يجتمعوا مع علماء روسيا ومع علماء كذا وعادتوا حاجة يعني كان بقيادة أمريكا اسمها المشروع الأحمر ومشروع الأحمر ده يضم خلاله أكثر من عملية تحتيه من أحد أهم هذه العمليات اللي هي تولها برضو ريتشارد بيرد مشروع اسمه هاي جامب أو القفزة العالية وهم وكله ريتشارد بيرد بعد ما هو قاد برضو عمليات لضرب الفيالق اللي بتروح يعني هو قام بكذا عملية لضرب الفيالق النزيل اللي كانت عملة تهرب إنما ما قادرش يقرب من الفتحة دي ده في الأول يعني هم ما اختاروه عشان هو كان عمل رحلات وسجلها في القطب الجنوبي وقدم وكان واخد ميداليات وكان واخد نياشين أنه هو كان عامل اكتشافات مهمة جدا في القطب الجنوبي وكان أول منطار فوق قارة أنتاركي نفسه وسجل اللي هي الملاحظات الغريبة دي ده كان في نهاية التلاتينات قبل نهاية الحرب العالمية التانية فطبعا بعد ما هم أخدوا المشروع النازي الفضائي بالكامل بعد نهاية العربية الأولى نهاية التلاتينات وبعد الحرب العالمية قبل تانية قبل ما تنتهي التانية قبل ما تبتدي التانية إنما هم بس تعانوا بي نتيجة الخبراته إنه هو يقود العمليات اللي هي بعد هزيمة ألماني إنه كان خبير بعد أربعة واربعين آآ يعني بعد أربعة واربعين زي ما قلنا من العملية المهمة جدا اللي قدها الجنرال الأدميرال ريتشود بيرد هي عملية هاي جامب عملية هاي جامب كانت عملية راح مع 6 ألاف قوة عسكرية من 6 ألاف مقاتل العملية دي موصقة وهو صقها في يعني موصقة بكذا جانب سواء من الناحية العسكرية وسواء في مذكراته الشخصية لكن للأسف هي مذكراته الشخصية ديت تم التعتيم عليها تماما وظهرت في التسعينيات وظهرت بصورة سرية مصربة عن طريق أفراد عائلته ومذكرات دي موجودة وهنشوفها برضو في فيديوهات وهنشوف يعني ملخص لها في فيديوهات المهم إنه أصلا لما راحوا هم لقارة أنتارتكي اللي هي في القطب الجنوبي اللي هو كان سجل وجود هذا الصقب اللي ما كانش فاهمه ريتشرب بيرد من أهم الناس اللي نزلت لعالم جوف الأرض لما نزل لعالم جوف الأرض مشروع الأحمر ده تتابع في كذا عملية غير المجموعة غير اللي هي المجموعة بتاعة هاي جنب اللي هي بتاعة ريتشرب بيرد أو عملية هاي جنب العسكرية لكن كان المشروع الأحمر ككل مهتم بالدراسة ما هي هذه الزهيرة من هم هؤلاء الكائنات هل توجد مدن تحت أرضية ما هي هذه المدن وإيه الحضارة اللي هي صباحة نزل هو ريتشرب بيرد في مذكراته كتب طبعا يعني طبعا موضوع طويل جدا يعني مذكرات أنا ممكن أديهم كمان النسخة كاملة من المذكرات ريتشرب بيرد ممكن أديهم أفلام كاملة لكن المشكلة الأفلام المهمة بتزيد عن ساعة ونص هي مهمة جدا ولا يكفي منها نحن نشوف لاطة أو لاطين نحن هنشوف هنشوف ماله لما كتب مذكرته قال إيه المهمة نزل فيه هو أيوة نزل نزل في الأول على مدينة اسمها رينبو أو قوس قزح المدينة دي متطورة جدا ما قالش بقى في مذكراته على بعدها قدي أيوة هو ذكر هو ذكر تفاصيل جدا كتير جدا من أحدها إن فتحة القطب الجنوبي دي يعني وهنشوف فتحة القطب الجنوبي إن هي تزيد برهان يا جماعة ممكن في الفايل بتاع جو في الأرض هيا اللي تكلم أنت ملكعلم اللي هو لا في صور تانية اللي هي دي رسمي ده على فكرة كتب مذكرات ريتشارد بيرد بس ممكن نشوف اللي هو الملف بتاع جو في الأرض مهم إنه هو تم حصر ودي عملية طبعا مش كبيرة جدا مهم تم بس في المشروع الأحمر ده حصر 129 مدينة جوف أرضية كان من أكبرهم آه ده من أحد فتحات جوف الأرض اللي هو بيطلع منها غاز الشفق ممكن كمان نشوف صورة كمان من نفس ملف جوف الأرض دي فتحة القطب الجنوبي بس هنشوفها في صور برضو صور أوضح دي مصور من طيارة من فوق آه من ناسا في بدايات ناسا بس بعد كده بقى تم التعتيم عليها وهنقول بقى إيه المواحدات اللي تعاملت عشان يفضل الموضوع ده في غاية السرية فتحة القطب الجنوبي القطر بتاعها حوالي 400 كيلو يعني مش فتحة صغيرة 400 كيلو متر أبص حضراك مثلا الصورة اللي على الجنب آه آه دي برضو كانت من الخرائط القديمة آه فترة نهاية الحرب العالمية التانية الفتحة على جنب دي فتحة حقيقية دي فتحة القارة أنتارتكيا ممكن كمان صور بعد إذنك دي برضو متصورة عن طريق آه أبولو 16 أبولو 11 سوري دي كانت متصورة عن طريق أبولو 11 ممكن كمان كمان في صور كمين آه ده اللي هو الأورورة أو شفاق الغيس اللي هو بيصدر من الفتحات الأسية هو هنتكلم بعد شوية أنه فيه أكثر من فتحة بس دول الفتحات الأسية إنما فيه فتحات أخرى هنتكلم عليه ده في جوجل دايما اللي بيدخل على جوجل أو كده هيبصي يلاقي المناطق دي متعتم عليها بطريقة يعني غريبة جدا يعني بحيث لا أحد يكتشف مع أن الصور اللي تحت دي تم تسجيلها من أمار صناعية روسية ومن ناسا والفتحة دي موجودة أصلا من السفينة أبولو 11 اللي هي فتحة أنتارتيكي اللي هي في الجنوب لكن الصور اللي فوق دي صور التعتيم في جوجل إن أنت دايما جوجل ودي بالتفاقية هنتكلم عليها وليه تمت التعتيم عليها والكلام ده لكن النقطة دي طبعا برضو من أبولو 11 وفي صور كانت رازلة للنسا من سمين المهمة برد دخل دخل أيوة ولقى 130 مدينة تم رصد في المشروع الأحمر الأمريكي كله حوالي 129 مدينة وهذا لم يكن كل حاجة هو قال إيه بقى في الملخص اللي قاله دخل على مدينة اسمها أجارسيا وكانت مدينة أجارسيا دي من أكبر المدن اللي بتعامل معها هو اللي اسمها ولا هي اسمها كده لا هي اسمها أجارسيا كانت من المدن المرصودة برضو في الخريطة الخاصة بهتلر فكانوا مهتمين يوصولوا المدينة دي بس المدينة دي ما كانش فيها الجريز أو ما كانش فيها الرمضين مدينة دي كان فيها جنس أجناس دي هنتكلم عليها بس ما نعرف القصر يعني هنتكلم عليها بالتفصيل هو قابل جنس اسمه النورديكس أو الشماليين ما ضربوهش هو مثلا ما نزل ولا حال ولا كان إيه ما نعم هقول له هدراك هو طبعا حصل ممنعات وكذا وكذا بس الملخص إنه هو قابل الناس اللي هم جنس اسمه النورديكس أو الشماليين الجنس ده ورحبوا بيهم وقالولوا إنه يعني بما معنى إنهم عايزين أصلا الموضوع ده يفضل غاية في السرية تاني حاجة إنه هم اللي تحت اللي قالو ألا اللي فوق أيوا أيوا هو ما قابلش الجريز ما احنا هنقول لحضراتك لسه موما هو قابل فصيل هنتكلم على الفصائل دي بالتفصيل يعني بس بس عشان إيه الموضوع يبقى بالتتابع قابل فصيل اسمه النورديكس أو الشماليين الشماليين دول هنتكلم عليهم هم شكلين يعني بس شعرهم أصفر وهنتكلم دول يعني إيه أصلهم وكذا وكذا المهم قالوا له إحنا هنسمح لك بالزيارة واحدة وحصل حوار بينهم والحوار ده كبير جدا بس موجود يعني مهم المختصر المختصر بتاعه لأ هم هم بيعرفوا يتكلموا يعني هم بيتكلموا أصلا في جوف الأرض بالله سان سكرتية وفي هنعرف برضو كائنات أخرى لا تتحدث ولكنها بتتخطر هنعرف الجريس ما بيتحدثوش لكنهم بيتخطروا وهنعرف دول مين نقطة أنه هم وجهوله رسالة قالوله أنه أنتو العالم الآن توجه إلى حيثوا لها عودة بعد أن وصلتم لهذه التقنية النواية لأن تقنية النواية بتأثر عليهم تقنية النواية هتعمل مشاكل كتير مهم هو كان عايز يعرف كتير وكان عايز يعرف حاجات عن تقنية وحاجات عن كذا بس هم سمحوله بهذا اللقاء المحدد رجع هو ووسق اللقاء دوت ووسق المدن دي كان في مدن كبيرة جدا اكتشفها 129 مدينة من ضمنها 50 مدينة تحت الولايات المتحدة فقط من ضمنها أكبر مدن الجوف الأرضية برضو فيه في أوروبا وفيه في مصر بطلع من هنا حتة طيب هقول لحضرتك دي مدن جوف الأرضية دي حياة كاملة يعني بتلعوش هنا خالص أيقوا ما احنا هنتكلم اهنا هنتكلم ايه عالم جوف الأرض وايه دول دول إنس ولا جن ولا ايه بالزبط هنتكلم على الأجناس اللي هي جوف الأرضية بس هي النقطة انه هو في عملية المشروع الأحمر المؤسق فيه انه هو تم رصد 129 مدينة جوف الأرضية ومنهم مدن كبيرة جدا زي مدينة أجارسيا وزي مدينة ترامبو وفيه حاجات بدائية جدا وفيه أقوام يعني 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 مش الكل يعني فيه أجناس متتالية وهنعرف الأدلة الدينية على الكلام ده كمين بس هي النقطة ان من أحد هذه الحاجات ان من أكبر مدن جوف أرضية مدن تحت مصر نفسها ودي اللي كانت بتسمى زمين في عام الفراعنة بطيبة الصفلية وكانت بتسمى بمدينة دوات وإحنا ما كناش بنفم يعني يعني كان فيه مدينة دوات وكان فيه الحارس بتاعها احنا بنسميه ان هو ده الإله أكر والإله أكر وهم على فكرة المصرين القدماء ما كانوش زم الناس فكرة متعدين لها ولا كانت حقوباتهم كافرة ولا الكلام ده كله مصرين القدماء وده موضوع نفتحه ان شاء الله بعدين قدماء المصرين كانوا مسلمين يا جماعة قدماء المصرين توالى عليهم رشاشي متعدين وقبل حقبة أخناتون قدماء المصرين كانوا مسلمين ومرت عليهم فترات ضلال وظهرت بهم بعض الأخوات الماسونية وبعض عبد الشيطان زي أخوات حورس ونعرف موضوع ده إن شاء الله المهم كدماع المصريين كانوا زمان بيتعاملوا مع مدن العالم السفلي ولم تكن مدن كافرة كما أعتقد البعض ولم يكونوا من ضمن اللي هو تعامل الصحراء مع الجن يعني دي كأنات هنتكلم عليه لأن منهم مؤمنين ومنهم طرائق قدنا مش كلها يعني فيه منهم من أصول بشرية وفيه منهم من الجن لكن فيه من أصول بشرية كتير وفيه من أصول إنسية ونعرف يعني إيه الفرق بين أصول إنسية وأصول بشرية لأن النقطة الغايبة على الناس والناس هترفض أنها تعرفها لكن ما احترامي للجميع الرفض مش يغير شيء لأن دي الحقيقة أن البشر ابناء آدم هم جنس فصيل من الإنس وليسوا هم كل الإنس البشر ابناء آدم هم فصيل من الإنس وليسوا كل الإنس والفاكرين أن سيدنا آدم لم يكن هناك خلق قبله هذا كلام خاطئ ومدلل عليه علميا يعني بمليون دليل فالبشر دينيا أيوة الميا ودينيا وليلي دينيا ما احنا نفتأ ده وليلي دلوقتي بدأ ما فتحت الموضوع ولي بقى ما تبقى أنت مسلمين ما تاخديني في سكة تانية وليلي برضو لم أشحادر عادة دين ما أعرف بقى أيوة بس عشان ما نقطعش لا ما أنت نقطعش ولي دينيا عشان أنت ما تسمعيش الكلام يعني مثلا رسول الصلاة السلام قال هناك ألف ألف أدم مثل أدمكم هنشوف دلوقتي أطول سيدنا علي وهنشوف مثلا حاجات كتير بس أنا كنت شايزة أفتح الأدلة الدينية دلوقتي أنت اللي دخلت بتخديل تلبسيني في الحيط وليلي مش عايز ما هو كده ما هي أحد قالك كنت تكلمني في دلوقتي وبعدين مثلا يعني في حاجات أكيدة في القرآن يعني مثلا ربنا سبحان تعالى مثلا في الحديث عن الأرضين السبع وهنا أنا كنت شايزة أفتح الموضوع دا قل لي لما نتكلم عن الجو في الأرض قل لي ما هو أنت اللي فتحت الموضوع دلوقتي لما قلت إن ربي إن في قبل أدم حاجة لازل تقولي بقى بالدين طيب آآ سوني أنا عايز أكمل الموضوع بعدين ندخل في الأدلة الدينية لإن حديث كتير جدا أنا هوردها وراء بعضا إنت عشان دخلت في موضوع لا يابد إن شاء الله ما تكملنا ولا كلمة يعني عادينا هون لكن من أهمها مثلا الحديث اللي هو بتاع رسول الله سيدنا رسول الله سيد سلام هناك ألف ألف أدم مثل أدمكم دا من أهم الأحديث وحالة من القرآن اللي كلم فيه بقى لأن قبل أدم في حد أسف أن أنا جيبان بالتتابع الأول عن جاء في الأرض وكده مثلا عن حزيفة بن اليمين وده في أكثر من كتابي سألت رسول الله عليه الصلاة والسلام عن يأجوج ومأجوج فقال يأجوج أمة ومأجوج أمة كل أمة أربعمائة ألف أمة لا يموت الرجل منهم حتى ينظر إلى ألف ذكر بين يديه من صلبه كلهم قد حمل السلاح قلت يا رسول الله صفهم لنا قالهم سلاسة أصنف صنف منهم أصلا مش عايز أدخل في داغي لما نتكلم عن كائنات جو في الأرض أديني فرصة بس عشانهم الناس مش هتفهم لو قلت لهم كلام يا ستي أنت لو قلت لأدم لنا رحيت كل حيقوله أن ربنا قال أن ربنا سبحانه وتعالى جاب قبله سأله أن خالقوا في الأرض في النص الآية إن رعي في الأرض خليفة لي خليفة لي خليفة لي خلت بقى لك وقال أنا أتلعى في الأرض من ياسف كدما البقية الآية ده يعني معناه أن اللي ربنا بيقول كده يبدأ أول البدء إيه اللي يثبت أن في حاجة قبل كده بس شأن أنت اللي فتحت السكة وجعلناكم خلائفة في الأرض من بعدهم من بعد مين في كذا يعني في كذا آية في القرآن الناس بتاخدها لا ده من بعد حرب كذا في أول فاصل هنكملي وفي أول فاصل ده دوري أول فاصل هنكملي حضر أوكي أنا هكمل بس ما تقطعيش بقى عشان خطر ما دخلناش في حيث مهم نرجع تاني لمشروع الأحمر الأحمر داتي ليه حد ومية حد وثلاثين مدينة وكلام ده كل وكتب هذا كلام في ومدن كثيرة تحت مصر وعرفه كما هل يسيبك من مصر ده ربنا يخليك هو ما شفهاش بتاعت مصر ولا ليه هنا لأ فيه فيه علماء يعني لأ هو برج ده شامل تحتي كذا عملية عملية هاجامب دي واحدة من العمليات عملية هاجامب دي اكتشفت مدينة أجارسيا ومدينة ريمبو وكانت واحدة من العملية إنما فيه أكثر من عملية فيه عملية من نهم قضها برضو عالم كبير بس أنا عشان مخي بحاضر يعني نوا كان فيه علم كبير ولقى برضو أكثر من مدينة جوا في أرضية تحت مصر ومن أكبر المدن وليها ثلاث فتحات أوكي يعني مثلا فيه في الهرم الأكبر من أحد الفتحات الأسية فيه فتحتين كمين فيه فتحتين كمان أسين في مصر المهم يعني فيه فتحة بينهم وقال عليها في الهرم أيوة فيه فتحة في الهرم فيه صور عندنا داوة متوصلة أيوة في صور عندنا دا؟ أيوة طيب ما أنت بتفتح دورة أقول لك تقول لي مش في تسلسل ما هدل لك بطل اللي أنت عاملها لي أنت دلوقتي عايزة تكلم ما قلت لك سيبك من مصر دلوقتي خلينا نمشي في برد ده عشان برد ده اللي حيجبنا لغاية نقول خليني في برد ده بس عشان ما تاخدنيش هتقول لي للهرم أقول لك وريني الصورة طيب هتقول لي لك هدور هنشوف الصورة وهنشوف كلها هي طالبة فاصل الأميرة طيب دكتورة عشان نمشي في تسلسل بتاعنا هنوصل للنقطة ديت مع بعض يا دكتورة التسلسل بتاعنا الجنرال الأمريكي بيرد ده لقى حاجة 120 مدينة وكان فيه مشروع اللي هو هاي جامب ده والقبضة العالية ديت وقدروا يوصلوا لحاجاتنا نكمل بعد ديت طبعا بعد الوصول لحاجات دي بس برضو يعني قبل الفاصل كل أدلة الدينية احنا هنتكلم فيها بس عشان الناس تفهم بعد كده يعني ايه لأول تفهم يعني ايه عالم جو في الأرض ويعني ايه كائنات الجو في الأرضية لأن عشان بعد كده لما نجيب لهم الأدلة الدينية يبقوا فاهمين احنا بنتكلم على ايه المهم نرجع تاني لمرجوعنا للمشروع الأحمر بعد اكتشاف هذه المدن توصلت برضو أمريكا في قواعدها على كيفية الاتصال اللي كان بيعملها هتلر لأنه هو يتصل بهذه الكائنات أو خاصة مجموعة اللي هم الجريز أو الرمضين هما ما وصلوش لهم هما لا كان لسه ما وصلوش للمجموعة دي بس ابتدوا ياخدوا نفس الطريق اللي سالكوا هتلر في الاتصال بمجموعة الجريز عشان يعرفوا ايه أساس التقنيات دي وازاي يقدروا يستفيدوا منها تم الوصول ليهم وتم برضو يعني عدة يعني وخاصة بقى ايه يعني حصل حاجة قبل ما يعملوا اتفاقيات معاهم ان كان فيه تجارب نووية في المنطقة 51 حصل مشاهدة ساعتها لحادثة والسقط غريبة جدا كان اسمها حادثة روزول حادثة روزول دي تم فيها اسقاط طبق طائر في عام 1947 بجانب المنطقة 51 بناء على تجارب نووية تتم في المنطقة 51 حادثة روزول دي اللي قلبت كمان الموضوع لضرورة جدا لان تم فيها اثر احد الكائنات كان لسه ما توفش وكان فيه اتنين توفوا وحادثة روزول دي موصقة يعني بسنة 47 وتم دراسة كل اللي في الطبق الطائر دوت وما يخص يعني ايه نوعية التقنية ديت وممكن نشوف برضو اللي هي الصور الخاصة بحادثة روزول وتم تشريح برضو كائن يعني معلش نشوف صور تانية يعني ده حادثة روزول ده الطبق اللي هو يعني ده جات في الجرويد أصلا الأمريكي وكانت موصقة نشوف اللي بعديها بعد إذنك من أحد الكائنات اللي هي برضو معلش نمشي في الصور تم تشريح أحد الكائنات يعني اللي هي من روزول وايوة معلش أصبت على الصورة دي سميني هو ليس يعني هو سميت روزول عشان الكائن دوت اللي هو اللي كان لسه صحي ما ماتشه تم تشريحه اكتشفوا منه حاجات كتير جدا فحد أطلق عليها ان هي شبه واحدة اسمها روزول فسميت بحادثة روزول هم يحبوا الأمريكان الفيلم يعني من ضمن يعني من ضمن معلش أخلي الصورة دي شوية من ضمن الحاجات يعني ان هم في أثناء التشريح اكتشفوا ان هم كانوا بيشوفوا عيونهم لون واحد لكن تشفوا ان دي نوع من العدسات وعلى فكرة خدوا من دي تقنيات الرؤية الليلية دي نوع من العدسات بتعمل رؤية ليلية تامة يعني مركبين عدسات على عنيهم اه مركبين عدسات على عنيهم لكن هم عنيهم زينا فيها مقلة عادية مش لون واحد لكن هم مركبين عدسات والعدسات دي من أحد مهمها ان هي بتوري رؤية ليلية جيدة جدا من أحد الحاجات اللي هم لقوها برضو في روزول الصورة اللي هي في المنتصف دي نلقون الطبق الطائر دوت هم لهم ست قدين في الاد ست صابع عدسات ست صابع في الادين والرجلين من ضمن الحاجات ان الطبق الطائر فيه تقنية اللي احنا بقعب بنعملها دلوقتي اللي هي ان هو بياخد عن إشارات المخ يعني بيحط بالإيد بيوجهه بالإيد وبياخد الأوامر عن طريق إشارات المخ وتقنية دي على فكرة اعلنت عليها IBM واعلنت عليها أكثر من شركة ان هي ابتدت تنزل اللي هو بياخد عن طريق إشارات المخ هو بيحدد الفافريتس والاتجاهات والطلبات عن طريق الإشارات تقنية دي نزلت في السنتين نزلت في التلفزيون كمان نعملين نزلت وعتبتدي وتعمم كمين لكن هي التقنية دي أصلا هم يعني هنعرف بعد كده ازاي هم أخذوا تقنية كتير وحاجبوها بتبتدي تظهر في العصر الحديثة لأنها تقنية حديثة لكن هم أخذوا حاجات كتير منهم من الأربع هم دول من الرماديين رزول من الرماديين دول ما بيتكلموش ونتكلم على دول مين بالزبط عشان نفتح موضوع جو في الأرض بالكائنات اللي جوه والكلام ده مهم فمن الأحد الحاجات اللي خدوها طبعا بعض التقنيات كان فيه تقنيات برضو مثلا الجزء اللي هو في أسفل الصفحة من جهة اليسار ده جزء بيساعد على توجيه طبق طائر برضو عن بعد توجيه طبق طائر والطائران عن بعد فيه حاجات بأدوائر كتير خدوها المهم أنه هم أخدوا طبق رزول ده فتفتوا كل حتة فيه بيحس يعرف كل حاجة ونوعية المعدن ونوعية كذا وكان فيه نوع معدن غريب جدا مش ظاهر على الأرض وعشان كده قالوا أن الموضوع ده مش من الأرض ولا من الحاجات اللي هم يعني ولا من الحاجات اللي رصدوها أو حاولوا يرصدوها في جوف الأرض ولا اللي كانوا رصدوها في جوف الأرض أيوة كان فيه نوع من المعدن يعتبر يعني عامل زي الزئبق بس يعني اللي هو بيعمل شرائح وبيمتد بصفة الشرائح دي بس عامل زي الزئبق ده كان نوع غريب من المعدن هنتكلم على النوع الغريب دوت من المعدن لما نيجي بقى الملف مهم جدا هنتكلم فيه اللي كشف بقى إيه إيه قصة بقى اللي هي اللي اتعاملت طول السين الفتر أمريكا بعد الحادثة ديت توصلت للتعامل مع الجريز وهنشوف على فكرة برضو يعني فيديوهات بتاعت حادثة روزول وتشريح كائن روزول وكده موجودة و و ده فيديو ده اه ده أحد الفيديوهات اللي أول كان بيتم فيها تشريح أحد الكائنات اللي اتخذت من روزول وده فيديو حقيقي مش فيديو فوتوشوب ولا كده ده فيديو قديم حقيقي كانت أحدة الكائنات وكان برضو في نفس السنة تقريبا في نفس السنة تم أسر برضو طبق طائر في روسيا وبردو موجود هنا وموجود الفيديو بتاعه وكده وتم برضو دراسة هذا الكائنات وكان برضو من الرماديين بعد الحادثتين دول هم اعتموا جدا أنه هم يحاولوا يتوصلوا مع هذا الكائن اللي هم الرماديين عشان يعرفوا إيه كيفية التعاون هل يقدروا أنه هم يوصلوا ده إيه ده ده برضو من أحد الكائنات الجوف وارضية اللي تم برضو بس الدوار بس الدوار هم هو أصغيرين لدن يا دكتور ما هو فيه أنواع كتير جدا هنتكلم عليه يعني دماغه في كف يده آه بس ده من أحد اللي كانوا مأسورين فهما يعني كانت اتقطعت دي يعني لأن أحد المأسورين فيه برضو كان اللي هو لا يعني شوف إيده لما رأي على سيده مغطية ده أنا نقص ده أقول له الاسم صغير ده بيبي يعني عمزة البيبي يعني أيه ما هو فيه فصائل متنوعة بس هنا هنركز دلوقتي في الجزء اللي هو بتاع الرماديين آه ليه هو ده مش رمادي آه لا ده ده من ده مش رمادي لا ده مش رمادي ده هنتكلم عليه لأن ده فيه كائنات أخرى من أصول بشرية وفيه كائنات أخرى هنتكلم عليها موجودة من أصول إنسية أصد آه هنتكلم عليهم وهنتكلم على يأجوج مأجوج إيه هما ونهي أجوج مأجوج بس خلينا خلينا في السكة بتاعتنا دولة ما تدخلناش المهم هم توصلوا إنه هم يعرفوا قدروا توصلوا 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 معهم للرماديين بنفس الإسلوب بتاع هتلر آه وكانوا عايزين برضو يستمروا في هذا التعاون التقني واتفقوا بمواحدات كاملة على سرية هذا المنضوع وتغييبه عن العالم تماما معهم هما آه لا اتفقوا الحكومات الدول الأسسية آه اتفقت إن هما هيتم هذا التعاون في القواعد يعني اللي تم ده أمريكا مع روسيا مع الحلفة كلهم بالضبط بالضبط بصرف النزع عن خلاقات الظهرية بالضبط يعني هما العلماء الروس بيتعاونوا في هذه القواعد تم بقى إنشاء أكثر من قواعدة هنتكلم عليهم بالتفصيل لأن دلوقتي بقى فيه مية فوق مثلا حول 140 قواعدة جوا في أرضية حول العالم وبينها مسارات محددة هنفتح الملف ده بالكامل إن ده ملف كبير من عشان كده بقول للناس يعني هنشرح كل حاجة بس أفهم لهم إيه الموضوع الأول المهم إنه هما اتفقوا على إن هذه الجهات المخابراتية الخاصة بدول الحلفاء والدول الكبرى إن هي تحافظ على سرية هذا الموضوع وتغييب عن العالم تماما واستخدام هذه التقنية إنه هما يتطوروا في هذه التقنية بصرف نظر عن إيه اللي بيحصل فوق السطح يعني كان فيه تعاون مع المخابرات الروسية مع الجهات متخصصة من المخابرات مش مخابرات العامة يعني في روسيا بصرف نظر عن الحرب الباردة بين أمريكا وروسيا بصرف نظر عن ده كله في الهرائس اللي بتدور على على واجه الأرض أوكي لكن فيه اتفاقية ملزمة إن ما يحدث في القواعد السري هو سري بحث وكذا وكذا وبيستخدموا التقنية دي إيه بقى كان من النتائج ده وصلت وصلت هذا يعني وصل هذا الكم التعاون لعمل اتفاقية رسمية اسمها اتفاقية جريادة اتفاقية جريادة دي كانت في عام 1954 اتفاقية جريادة تمت بين حكومة الولايات المتحدة ممثلة لحكومات الحلفاء وبين جنس جريس أو جنس الرماديين الاتفاقية دي طويلة بس المختصر بتاعها إنه هو تعاحد بإنه هما وفروا لهم احتياجاتهم احتياجاتهم من إيه بقى هما كانت بتتم عملية اختطاف للبشر لاهدف معين اهدف معينة دي هنتكلم عليها بالتفصيل بعدين هما محتاجين من حين لآخر اختطاف شخصيات معينة وبيتم إرجعها بيرجعها تاني اه بيرجعها تاني بس برجع خلصان ده لا بس هنعرف هما ليه بيخطفوا وإيه التجارب اللي أثبتت في أمريكا إن المختطفين دول فعلا تم اختطفهم لأن هما تعرضوا لتجارب نفسية كتير ولتنويم مغناطيسي حتى يتم معرفة الحقيقي من الخداع واتضح أن 80% منهم فعلا تم اختطفهم احيانا في ناس بتسأل طب ليه اللي اختطف بيحصل في الدور الغربية ما بيحصلش في الدور العربية الحقيقة إن الاختطف بيحصل في الدور العربية وهذه اللقاءات تتم في الدور العربية وكل حاجة عندنا لكن لا يوجد متسع من الكلام الرسمي أو اهتمام رسمي وكل ما يحدث له هذا يخشى من الحديث فيه لكن ما يتم في الدور الغربية يتم في الدور العربية في كل حتة في العالم ويتم في كل حتة في العالم هنعرف بعد كده إن الاختطاف ده بيتم لأكثر من سبب أحدهم خلينا في الاتفاقية بقى عشان ما تخرميش مهم اتفاقية جريادة تمت بين حكومات دول الحلفاء ممثلة برئاسة أمريكا وبين كائنات الجريز أو رمضين اتفاقية دي بتنص على إن هم ياخدوا احتياجاتهم من بشر بس اشترطوا عليهم إن هم يقولوا لهم إن هم هيسلموهم أعداد محددة بالأساني ويتأكدوا من إرجاع هذه الأعداد وهم عندهم حاجة في وسط التقنيات وإن هم فعلا وياريت الناس في الهدات تحكوا تفتكر إن الكلام ده من الأفلام يا جماعة اللي في الأفلام ده كله حقيقي إن هم عندهم تقنية ممكن بينسوا الشخص الزاكرة الحضرة عشان كده كل الشخصيات اللي تم اختطافها عقلها الباطن عقلها الباطن بيسجل ده لكن عقلها الظاهر بيلاقيها فدول بيقعوا في ارتباك شديد وعشان كده تم حصرهم وتم عمل تجارب نفسية عليهم وتنوين مغناطيسي وعرفوا عن طريق تنوين مغناطيسي إن دول فعلا ما يروح في مشاهداتهم إن هم تم اختطافهم بالفعل وهنتكلم عن أسباب هزا الاختطاف تفقوا أنوا بحضرهم ناس بأعداد وسلمهم بعد على السارك من ضمن الحاجات الأعداد من ضمن الحاجات إن هم بيحتاجوا بعض المواشي لتغذيتهم إن بيكونش فيه تغذية كاملة وهنا يعرف إن جريز مواشي من بتاعتنا أيوة أيوة بيأكل لحم ولا بيأخذ بلازمة طبعا اللي إحنا يعني هنتكلم عليها الكائنات دي ما عندهاش أجهزة تناسولية ولا عنده أجهزة هضمية وبتتكسب جريز بالزيت لأن إحنا نعرف ليه بل بتكسر إزاي ما أنا هقول لها أدريك حاجة بلقوا مجرم بالجامع بقى ما أنا لو قلت دلوقتي الناس هتتصدم أنا عايزة لما أتكلم على كنات جوف الأرض وعقول لهم ليه جريز بقى كده إنما لو فتحتهم الأول الناس هتتصدم أكتر ما هي مصدومة من تشريح روزول ومن تشريح اللي هو الجريز اللي كانت في الطبق الروسي لأ أنا كنادي يستغربه جداً كنادي ما عندهاش جهاز هضمية ولا عنده جهاز تناسولية نحن أسباب الاختطاف إنه هما المجموعة الموجودة دي هنا الجريز بالزيت لهم أصل الفضائي وهناتكلم على أصلهم الفضائي دول مش من الكائنات اللي هي لكن المجموعة الموجودة هنا مجموعة مهجنة لتحت الأرض يعني لتحت الأرض الجريز اللي تحت الأرض مجموعة مهجنة تم اتلعب بيهم ونعرف ليه تم اتلعب بيهم موجودين هنا بيعملوا إيه. لكن النقطة إن الجريز موجودين دول مجموعة مهجنة فنتيجة التلعب في جيناتهم هم بيتكسروا عن طريق الاستنساخ. هم بيحتاجوا العمليات الخطفة. لأنه هم بقى لهم ألاف السنين الجينات العملات الاستنساخ عملت انهيار للجينات الأساسية والدين إيه بتاعهم. بيحتاجوا إن هم يعوضوا ده من الجنس الأدمي. زاد إن هم بيعملوا تجارب خاصة على الجنس الأدمي. زاد إن هم أحياناً بيزرعوا بعض نقطة مخصبة في بعض الانس الجنس الأدمي. الناس هترفوا الدوت بس يا جماعة ما احترامي للجميع برغم الرفض. الكلام ده عليه مليون إثبات وكلام ده حقيقي. والكلام ده احنا عارفينه من زمين ومع إنه صادم. بس أرجوكو دي الحقيقة. كتير من عمليات إسقاط الأجنة اللي بتحصل بيبقوا هم الوراه. وكتير من الناس اللي بيتم اختطافها بيتم إجراء دراسات على الانس محددة. زاد إنه فيه بعض الانس اللي بيتم اختطافهم. هنشوف برضو إيه الأسباب الاختطاف ده. وعلى فكرة أكبر علماء الفضاء اللي يشتغلوا في الملف دوت لقوا إنه كمان ده كمان كان من إيه من مثلا من الستينيت أو كده إنه بيتم اختطاف من قبل الكائنات دي ما يزيد عن عشر ألاف سنوياً حول العالم. بيتم اختطاف ما يزيد عن عشر ألاف سنوياً حول العالم. وهنا بلاد زي بلادنا محدش بيعرفها واحد اختطافهم. وغلب وكثيراً منهم من الأطفال كثير منهم من الأطفال فيه أطفال بيختفوا كمان تماماً. لكن بصار في نظر عملات الاختطاف اللي بتم حول العالم لأسباب متعددة. الجريز وراء اختطاف الآلاف سنوياً زي ما قلت المواحدة ديت حددوهم بعدد محددة بإنهما يمدون بالأسامي عشان تأكدوا من رجوعهم وبرضو هنتكلم عن موضوع الاختطاف ده ولو أسباب أخرى بس هنكلم عليها بعدين مهم. نرجع في معاهدة جريادة تم دوت انه هما امددهم ببعض المواشي هما زي ما قلت ما بيتغزوش عن طريق الجهاز الهضمي لكن بيتغزو عن طريق الجلد وعشان كده بيحتاجوا في المواشي الأجزاء اللي هي بيبقى فيها أغشام وخطيئة عالية وإنزيمات عالية فأنا معايا كمان برضو فيديوز بس مش مجالها دلوقتي عن طريق عن كل الناس اللي جنب القواعد العسكرية اللي فيها تعاون تقني مع الاليونز بتشتكي من أن موشيهم بيتم القتلها بنفس الطريقة وبيختفي منها الأعضاء الطريقة زي اللسان زي الحاجات اللي فيها أغشية مخطيئة عليهم. وهم عارفين كويس وبل موضوع ده عادي عندهم. دي طريقة اللي هما الاليونز الأكل بتاعه. من ضمن دي برضو الموحدة دي إنهم بيحتاجوا رقائق الدهب رقائق الدهب بيستخدموها في أكثر رقائق الدهب بيستخدموها في أكثر من موضوع من ضمن المواضيع دي برضو في مواضيع اللي هو الهايبرد نفسها اللي هو اللي بيعملوا من ناس استنسخ فبيحتاجوا رقائق الدهب من ضمن المواضيع دي بيحتاجين رقائق الدهب لموضوع آخر خلينا نأجله دلوقتي المقابل المقابل يعني هم عايزين من أمريكا مواشي وناس يتخطفوا أو يدلوا الناس يعملوا عليهم طلار ورقائك دهب والحفاظ على السرية والحفاظ على السرية مقابل التعاون التقني من بعد معاهدة جريادة تم أخذ الكثير والكثير من التقنيات ومن العلوم من ضمن هذه العلوم اللي هي كان أساسها الجريز علوم النانو تكنولوجي كان أساسها الجريز من ضمن العلوم اللي كان أساسها الجريز علوم الميتاماتوريال أو ما فوق المادة اللي هي بتستخدم حاليا أو ظهرت بقى حاليا في صورة تطبيقات تجرب الإخفاء لكن هي موجودة من سمين ميتاماتوريال دي أخذوا تقنياتها من الجريز وهي بتبقى نوع معين من السبائك غالبا ما بتبقى الكروم النقي ودي قادرة على أنها تستخدم خاصية في الضوء أنه هو بتعمل عكس يعني مثلا أنا يبقى عندي جسم كده أنا بطلب مواد معينة تخفير في لها سبيكة معينة بس غالباتها الكروم النقي بس لها حسابات معينة بتيجي الإضاءة السبيكة دي قادرة أو الاستخدام النانو تكنولوجي مع الميتاماتوريال اللي هي ما فوق المواد اللي هي طبيعة الجزيئات بتبقى قادرة على أن تعمل حيود للضوء وأنه يرجع لنفس مستوى ويكمل فأنت ما تشوفش الجسم اللي موجود تخفيه خالص آه يعني دي طبعا من أقصى حاجات الستيلز أو الستيلز تكنولوجي أو تكنولوجيا الإخفاء في عدة تكنولوجيات الإخفاء بس دي منحنا من أكبر كتير عنهم كتير خدوا الغواصات النوية الحديثة خدوا هنتكلم كمان يعني خدوا تجارب الإخفاء من ضمنها تجربة فلادلفيا ودي فتحت يعني تجربة فلادلفيا دي من تجربة الموثقة نشترك فيها علماء كبار تجربة فلادلفيا أنا استعارضها كاملة في مرة لها تمت فيها تجربة الإخفاء ودي استخدمت في مختبر اسمه كامب هيرو وده مختبر عسكري تم إخفاء السفينة التجربة دي اشترك فيها كانت في نهايات عصر أنشتين يا ده من الزمان يعني كانت قبل وفاة أنشتين اشترك فيها كام كبير وهنا نتكلم عنها المهم أنهم أخذوا منهم تقنيات كثيرة جدا الصواريخ تقنيات صاروخية تقنيات غواصات تقنيات طبية تقنيات تهجين أبحث التهجين أبحث الاستنساخ حيات كتير جدا اتخذت نتيجة لهذا التبادل التقني وحاجات كتير قوي تم إخفاءها في هذه القواعد ولم تظهر للنور بعد حتى هنبنسمع عن بعضها حاليا عشان احنا المفروض حالت العفاصل فيه بس الأخ خالد علي لأن الأخ خالد علي دايما الأستاذ خالد علي بيكلم وهذا كلام يراد به هدم كل العقائب لأن سألت يهودي ومسيح ومسلم من هم الخلق سيقولون الأنس والن الملائك ولا يولد في أي كتاب سماوة ومخلوقات روف أرضية عايز أقول للأخ خالد علي إن لو أنت أريد في صورة الطلاق آية 11 خالد صورة الطلاق آية 11 خلت بالك الله الله دي خلق سبع ثباوات سباقا ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن بس يا أستاذ خالد خليك بالراحة علينا عم خالد نخلي ده تاني حاجة ما نعرفه هو عنده حق الإنس والجن هم الصقالين لكن من هم الإنس والجن هي دي النقطة يعني من هم الإنس والجن نخلي ده بعد الفصل بس أمريكا عملت برضو عملت لهم 2 مليار بتاع ده على فكرة معونة برضو عشان يقطع عنهم المعونة نعيش برضو يا دكتورة الأستاذ خالد علي كان بيقولك إن إحنا الأستاذ خالد علي هو عنده حق إن الصقالين هم الإنس والجن لكن الإنس والجن فصائل متعددة وكثيرة و هنثبتها بالأحاديث وبالقرآن الكريم الجن الجان المخلوق من النار الجان هو فصيل من الجن الجان الذي أخبرنا به الله أنه مخلوق من النار هو فصيل من الجن الجن تسكن الأرض وتسكن جوف الأرض وتسكن طبقات عليا ومنهم المؤمنون ومنهم الكافرون ومنهم طراق وقددين أنت كلامك صح أن الخلق هم المحملين بالأمينة أو اللي هم هيجمعوا وهيحسبوا هم الثقالين هم الإنس والجن لكن زي ما قلنا لما هنيجي نتكلم وهنشوف بالأحاديث وهنشوف بأقوال ابن عباس وهنشوف بأقوال علماء المسلمين وهنشوف بالأدلة العلمية وهنشوف بكل حاجة أن فصائل الإنس متعددة وهم آلاف وفي حديث للرسول نحو أربعمائة ألف يعني أربعمائة ألف أم لما تحدث كمان عن جوف الأرض فنشوف الكلام ده بالأدلة الدينية أنا ما قلتش أن كائنات فضائية دي كائن خارج عن الجن لكن من هما الجن؟ الجن هو كل ما جن أو حجب عن إدراك الإنسان سواء ببعد مكاني أو سواء ببعد آخر اهتزاز زي ما قلنا في بداية الحلقة اللي فاتت أن كل شيء في الكون عبارة عن طاقة لكن ما يجعلنا أن إحنا نرى هذه الموجودات أن هي موجودة في كوننا المرئي هو سرعة اهتزازها أو سرعة ترددها اهتزاز زراد حوالين مركزها وربنا خلقنا بطبيعة أن إحنا حاوسنا تدرك اهتزازات معينة أو ترددات معينة عندنا الرؤية بنرى من 200 هرتز ل700 كيلو هرتز ما دون ذلك وما فوق ذلك لنراهم الأزان بتاعتنا بتسمع من 20 هرتز لـ 20 ألف كيلو هرتز ما دون ذلك لنراهم ما يجعل هذا صلبا وهذا سائلا وهذا غازيا هو سرعة اهتزاز المواد حوالين زرات كلما زادت هذه السرعة كلما اكتسبت المادة الشفافية أكتر وده اللي بيفرق بين أن إحنا عالمنا المنظور في جميع الأطياف وشاملة من بداية الموجات التحت حمراء لجميع الأطياف للموجات الفوق بنفسجية ما دون ذلك ما فوق ذلك لا نراها ولا نلمس بدليل أن أنت جنبك وبأحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام جنبك عمار الدار وعمار الدار لهم ملابسهم ولهم أدواتهم أنت يمكن وإنت ماشي أن أنت تخترقهم لا يمكن أنك أنت تشوفهم في حين أنهم بيشوفوا الترددات الخاصة بنا لكن إحنا خلقنا بيرى هذه الترددات وبيحدد مواده أو بيحدد ما سخره الله له في حدود هذه الترددات فعشان كده بنشوف هذه المادة صلبة هذه المادة سائلة هذه المادة غازية بنقدر أن نتعامل نسمع أصوات بعضنا أن نحن كل شيء عبارة عن طاقة لكن هما يقعوا في نطاق خارج ترددات إدراكنا المادي تمام طيب طيب إحنا حنرع بقى علشان خاطر إحنا تفضل لنا 18 دقيقة طيب أوكي واخدبال حضرتك عشان تلحقي أنا عايز أكمل جزء مهم جدا قبل ما نخلص يعني قبل ما نخلص طيب ما هون بقول موضوع كبير على فكرة قولك 12 دقيقة النظرة ليه 12 دقيقة ليه موضوع كبير على فكرة موضوع كبير ولسه في حاجاتنا نحن أعمل إيه عايزة تقفل مدرسة تروح حتأزح من أصور لأننا لسه عايزين نتكلم عن جوف الأرض عايزين نتكلم على فين نحن الحلقة دي والحلقة دي طيب عشان نكمل موضوعنا النهاردة مهم أنهم أخدوا تقنيات كتير جدا أنا عايزة أجري في جوسة مهمة جدا وإن شاء الله يا ريتي يبقى فيه مثلا بإذن الله لو ربنا قدر قعدة تانية نتكلم فيها تماما بقى عن جوف الأرض بالأدلة الكاملة وعن أجناس جوف الأرض وعن أنهم فعلا منهم من الجن ومنهم من أبناء يافس ابن نوح يعني منهم من ياجوج ومأجوج مش أمة واحدة ياجوج ومأجوج آلاف الأمم غير أنهم أطلق على كأنات جوف الأرض ياجوج ومأجوج فقط لأنهم الأكثرية لكن هناك أقوام أخرى هنعرفها وما هم من أصل فضائي موجودين لي لكن هذه الأقوام كلها تشمل في معظمها الإنس والجن لأن فيه جن علوي يا جماعة وهذا بالقرآن ربنا سبحانه وتعالى لما قال ومن آياتي خلق السماوات والأرض وما بس فيهما من داب وهو على جمعهم إذا شاءوا قدير وهنشوف في الحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وهنشوف في أكثر من أية من القرآن لكن المهم أنا عشان الموضوع ده قبل ما الناس ترفض هنفتح دلت العلمية والدينية بالكامل لكن أهم مهم أن أنا أجري في الموضوع الخاص به النهاردة اللي هو لإعداد لخديعة الغزو الفضائي بعد عملية بقى اللي هي المعاهدة بتاعة الجريادة هنتنقل لموضوع مهم جدا وهو ملف خاص بعالم كبير جدا اسمه فيليب شنايدر هذا العالم كان افتحهنا بقى الملف ده حضروا صور بتاعته يا شابه العالم فيليب شنايدر دوت كان عالم جيولوجي كبير ده ألماني أمريكي شنايدر ده فليب هو أمريكي يعني بصرف نظر عن أصوله فيليب شنايدر عالم أمريكي كان من أحد كبار العلماء الجيولوجيين المتخصصين اللي تم استخدامهم لعمل القواعد التحت أرضية والمسارات اللي بين القواعد التحت أرضية بعد ما تعاون كتير وكذا وكذا هو كان بيشوف حاجات مفردة عليه أن هي غاية في السرية وكذا وكذا وحفر بقى كان من أحد أهم الحاجات اللي اشتغل فيها قاعدة اسمها قاعدة دولسي دي بجوار المنطقة 51 ودي من أكبر القواعد واشتغل في قواعد أخرى جاو في أرضية لكن كان جير مصرح له بمعرفة حاجات كتير وكان بقى بيسجل حاجات كتير لكن هو مجبر عليه مجبر على السرية التامة من أحد الحاجات اللي كانت غريبة أن هما استخدموا نوع من الرأكتورز أو مفعلات النووية لشق مصارات في عمق صحيقة تحت الأرض بهذه المفعلات هذه المفعلات قادرة على تزويب المادة لأعمق داخلية صحيقة وأن هي بتعمل زي نوع من الجليزين كده للمصار دوت بحيث أن هو يستخدم يعني هو ما كانتش فاهم ليه هما بيستخدموا الحفارات دي حفارات دي معمولة وهنشوفها برضو يعني ما فيش مجال للفيديو دلوقت لكن هي مشروح كل دوت ممكن طب نشوف الصور اللي هي بتاعت فليب شنايدر يعني دي الحفارات اللي هي حفارات بتعمل بريأكتورز دي اللي بتعمل أنابيب تحت الأرض أو فتحات بتعمل مصارات بتعمل مصارات بس باستخدام يعني زي طاقة المفعلات النووية فدية بتعمل جليز حوالين المصارات دي بتحيث أن هي تستحمل بتدلدها يعني يعني بص حضراتك بتدوب في التربة ازاي وباين تعملها جليز بحيث أنها هتستحمل خروج أكسيم يعني وما كانوا هتضلهم إحنا عايزين الحوال دي تستحمل خروج أكسيم ممكن تتخطى سرعة 3000 كيلو متر في السنة زاد أن فيه مصارات كاملة لسفن وغواصات نووية ربطة بين القواعد دي المهمة بقى أن فليب شنايدر ده وهو بيشتغل يعني ممكن نشوف كل الصور يعني أستأذنكم أستأذنكم يعني ده مواضيع كبيرة جدا أن فيه قواعد رئيسية تم حصرها فليب شنايدر تم حصر القواعد بس اللي وصلها ب140 قاعدة كان القاعدة هنتكلم برضو على وجود الأطباق دي في القواعد وهنتكلم عن مشروع أفرو بس نشوف الصور اللي هي بتاعت ملف فيه لب شنايدر الأول مهمة فيه لب شنايدر بقى من أهم الحاجات اللي حصلت له أنه هو بيشتغل في قاعدة دولسي ودي من أكبر القواعد اللي هو كانت في التمانينات اتكلفت 30 مليار دولار بالتجهيز بتاعها بالحاجات اللي اتعاملت فيها قاعدة دولسي اللي هي الجوف أرضية وكذا فليبي شنايدر وهو بيكمل حفر فوجئ يعني كان رايح بيعمل إشراف تاعه وهو بيكمل بيشوف الإشراف على الحفر فوجئ إن فيه تعاون هو ما كان شعر بقى موضوع الجريز والتعاون مع الجريز وكده فوجئ إن فيه قابل مجموعة من الجريز تحت لا إحنا يعني إحنا عايزين نشوف اللي هو القواعد اللي هي بتاع الدولسي يعني دي برضو من أحد القواعد في في المكسيك فيه قاعدة برضو موجود الجوف بتاعها دي من أحد قاعد المكسيك برضو فيه قاعدة بس دي ما تخال بقى دي بدائية غير قاعدة دولسي لكن المشكلة بقى عشان الوقت بس قابل ناس هو إن فيلب شنايدر قابل اتنين من الرماديين طبعا هو تخض تعال ما هم طلع كان معانا مشدس طلع ما قادرش يموتهم فوجئ إن هم ضربوا عليه طلقة أنا ممكن أشوف صورة فيلب شنايدر قابل الإصابة بتاع فيه فيه صورة تانية كمان دي ضربوا عليه طلقة شقة صدر بس هو ما ماتش يعني أنقذوه شقة صدر تم علاجه فهو قرر بعد الوقع دي يعني لقى نفسه إن إن فيه حاجات أمور كتير قريبة وحاس إن هو يحصل له حاجة نتيجة إن هو مامشيش في المنظومة دي أو يعني هو كعالم أو حجمه كعالم مش عايز يمشي في المنظومة دي فيلب شنايدر فضح بقى الموضوع ده وصقه لأنه حاس إن هو هيتم اغتياله الأمور هو يعني هو عارف المعلومات اللي عارفها هاتموتها يعني خطوط حمرة فيلب شنايدر وصق بقى كل ما تم تكليفه في هذه القواعد وإن هي تزيد عن 140 قاعدة وإن تكلفة القاعدة كذا وإن هذه القواعد يتم تمويلها عن طريق البلاك باتشت اللي هو الأساسي من عملات الحروب القذرة على سطح الأرض ومن عملات تجارة المخدرات ومن عملات الدعارة ومن عملات كذا اللي هو البلاك باتشت بصورة عامة يتم تمويل هذه القواعد وبتمول بمليارات ضخمة جدا وإن يعني هو بقى اللي كشف على مواحدة جريادة ووصقها لأنه هو قبل بقى ما يتم اغتياله حصل على وصقه كتير جدا إنه كان عارف إنه هو يعني عد خطوط حمرة كمان يعني حاجات كتير بقى هو سر بقى الحاجات دي آه سر بقى الحاجات دي وإن فيه مسارات خاصة بين هذه القواعد وإيه هم الجريز دول وتكلم بقى على جوف الأرض لأنه هو لما نزل لها فيه طبقة اللي هي بتاعت أنفاق دولسي عرف إن جوف الأرض الجاذبية الأرضية على طبقة الصلبة من الأرض لكن جوف الأرض بيبقى معكوس يعني تبقى المدن معكوسة وده على فكرة هنثبته علميا إن عشان يكون الأرض لها جاذبية عشان يكون الأرض لها تقطيب مناطيسي وعشان أصلا كل الظاهر العلمية اللي بتحصل الأرض حتى دورانها لا يمكن تكون الأرض مسمطة ومملوقة بالصهار وإلا انفجرت مع الدوران لا يمكن يجب أن تكون مجوافة من الداخل فيه أمور علمية كتير يعني كما ليه ما يسعش حلقة بسنة مهم جدا أن أنا أتكلم على فيلب شنايدر لأن فيلب شنايدر وصق كل الكلام دوت وممكن أجيب لكم بقى المحاضرات بتاعته بالكامل والأمور اللي هو وصقها لا لو حضرتك تديننا ليه في مواقع أي حد من حضرت المشاهدين أنا معي ومعي ينزلوها بس عشان أميرة تنزل هي نازلة بس عشان ما فيش وقت في الحلقة وفي فيديوهات مهمة جدا ومعي المحاضرات بتاعته كاملة لأنه دي من الحاجات اللي هي السرية وبعد بقى ما تم اختياله تم اختياله طبعا بعديها بفترة هو فضل يعني هار بفترة عشان عارف أنه عد خطوط حمر والعالم ده عالم كبير جدا وله تاريخي يعني مشرف مش حاجة يعني وفيه بقى كاسا عالم غيره اشتركوا في توصيق هذا الموضوع من ضمنهم برضو عالم اسمه فالنتين العالم ده تم اختياله لأنه صرب حاجة مهمة جدا بس ما فيش مجال فتحها دلوقتي عن المشروع السري الفضائي الخاص بأمريكا النقطة بس اللي أنا عايزة اتكلم فيها قبل نهاية الحلقة يا جماعة الموضوع ده ارجوكم ان انتو بلاش رفض لانا لن اخرج عن الساق العلمي ولن اخرج عن الساق الديني والموضوع ده نعت فيه سنين كتير جدا عشان ابحث وراه علميا وعايزين نتكلم على كينات جوا في الارض ومن منظور ديني وتوافق وللأسف الأدلة في القرآن قد كده والأدلة في الحديث والأدلة في أقوال التابعين ولا نبحث ولا نعمل عقولنا لان الموضوع ده غيم علينا وقصد ان هو يغيم علينا تماما ويتهم اي من يفتحه بان هو مجنون بيخرف بيشوف أفلام كتير يتم التنكيل به ده أقل قليل يتم التنكيل به لكن يا جماعة لنا نفسي ناس تفهموا ان فيه مخطط عشان ما فيش وقت في الحلقة الكلام ده هنشرحه اكتر فيه مخطط لعملية غزو فضائي الغزو الفضائي دي لها عدة اهداف ناسة صرفة ملايين ممليناة وكل الفيديوهات دي معي بس فيش وقت الليها دلوقتي ممكن لما ننزلها لكم لأما في الحلقة الجاية بإذن الله وكل الكلمة عنه ده هنشوفه ان شاء الله لو فيه وقته لكن هي النقطة ان هي صرفة مليارات على علماءها للترويج هم ما يعرفوش ما يعرفوش يضربوا الأديان من الأساس بضربوها من الداخل عن طريق تدمير أسيات هم عايزين يضربوا فكرة الإله هم بيرصحها حوالين العالم دلوقتي ان احنا كل العاشين فيه ده أجذوبة وان احنا تم تصنيعنا تهجينيا من قبل كائنات أكثر منا تطورا وهنتكلم على مهيت هذه الكائنات لان لأسف كما هي حاجات مهمة جدا مستفيش وقت يعني عن جنس الرماديين عن جنس الزواحف منهم وعن الأجناس اللي هي جوا في أرضين يا جماعة انا ما خرجتش عن سياق الإنس والجن للناس اللي هتعترضوا تقولي القرآن ما قالش لأ قرآن قالوا بالعجس وتكلم عن الدواب في الأرض وتكلم عن شر الدواب التي لا تصم البكم لهم هما دول مقصودين بهم لأنهم لا يتحدثون وان دي شر الدواب أصلا وليه هما شر الدواب وليه هما أعتى من الأنواع السفلية وليه موجودين على أرضنا كل الكلام ده عايز يتفتح بوقت لكن اللي أنا نفسي الناس تفهمهم هما بقى هما ناسا بس تكمل عشان تقولي نفسي الناس تفهمهم ان ناسا بترسخ لموضوع وده مش أنا مش بقولش الكلام ده اعتباطا ده كبار علمائها يديكوا كل الأدلة كبار علمائها بقى لهم كذا سنة بيرسخ حول العالم يعني مثلا تيجي تقولي إيه احنا لقينا بلوكات جينية جاي من نايزك من أصل مثلا حجر نزل من نايزك من الفضاء تبتدي تعمل لك فرضيات علماء كبار وعلى فكرة مشترك معها معها كبيرة اسمه ستينفيلد المعهد ده بتصرف عليه مليارات وبياخد كبار علماء لترسيخ هذه الأفكار إن الجين يمكن صناعته يمكن صناعته وليس إلهي ودي طبعا من أحد الحاجات التخريفية الجين آه أصبر أغواره لكن لا يمكن صناعته عشوائيا وإن كنت تصنع عجيال كاملة عشوائيا فهذا صنع الله هم عايزين ضربوا صنع الله هم بيرسخها ولين العالم طبعا الفكرة دي فكرة شيطانية دي فكرة الشيطان أيها بس هي النقطة بلا أنا عايزة الناس تهتمي بيها يا جماعة كل واحد مكذب وأرجوكم لا تكذبوا هذا الأمر لأن للأسف وفيه علماء متخصصين وفيه علماء عرب كتير جدا ومفروض يطلعوا إعلاميا لأنه عملوا شغل عظيم جدا وهم ما ذكروا الحاجات دي وأكتر منها لكن يخشون من الظهور الإعلامي النتيجة لهذا الهجوب ويا جماعة الكلام ده موسق دينيا وعلميا وبالعكس ده ربنا حذرنا منه هنشوف وأقوال سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وأقوال ابن عباس وعلماء المسلمين وكل دول اتكلموا وانا يعني جمع الحاجات دي فعصروني أن الموضوع كبير لكن نقطة أنهم بيرسخوا الموضوع ده ليه بيرسخوا الموضوع ده لأكثر من سبب أولا ضرب فكرة الإله لأنهم ابتدوا أنهم يرسخها ولين العالم أنهنا تم صنعتنا أو تم تهجيننا وتم تطورنا جينيا عن طريق هذه الكائنات الأعقل مننا تاني حاجة القوض في حروب الإبادة ومخطط الغزو ده مع احترامي للجميع كل منكر وكل كذا أنا كنت عارفة أن موضوع مثلا ضرب لندن ده خرافة موضوع نهية العالم خرافة لكن يا جماعة موضوع الغز والفضائي وأنا يعني اسمحوا لي أن أقول لكم يعني قرآن أقول لكم كلمة وستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمره إلى الله يعني موضوع الغز والفضائي قادم لا محالة سواء تأجلت أجندته أو جاءت لكن هذا موضوع في غاية الأهمية وقتنا انتهى الحلقة الجاية حنتكلم عن إيه عشان إحنا عايزين نكمل الله هو يريد نكمل الموضوع ده لأننا عايزين نكمل عن طريق الأرض ديوهات بتاعته بقى السور وكل الموضوع دي كلها والكائنات اللي في الأرض والقاعد الجاو في الأرض وفي الفيليب شنيدر ومهاضراته وكل حاجة دكتورة مايا صبحي أنا بشكر حضرتك بيدا 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 وبشكرك أن النهاردة الحمد لله أن احنا ماشيين كويس ما عملناش الموضوع لا لأن أنا عندي أدلة دينية تعمل كتب كاملة يعني مش مثلا حاجة أو فيها تفسير ده أقوال ابناء بس كمان يعني كنت عايزة أخذ وقت عشان أقول حانا حانا حنتكلم يبا إذا أراد رب العالمين إن شاء الله الخميس الجاي إن شاء الله الحلقة الجاي الخميس الجاي إذا النهاردة إذا ربنا دان العمر حيبا نكمل في هذا الموضوع ونوصل للكناديات وكل ما يتكلم فيه القرآن والثنة والعلماء دكتورة مايا بشكر حضرتك بيدا تصبح على خير